موسيقى موسيقى يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم الثالث لكأس الأمم الأفريقية بدأ بعنوان مش جايين نهزر ومش بعناش من الآخر كده دي كانت الرسالة الأولى للمنتخب السنغالي في مطش النهاردة ضد جنبيا 3-0 مع الرقفة مع الرقفة سلوبه هجومي مواهب ولعيبة صغيرة طبعا كان أبرزهم لمين كامارا صاحب العشرين سنة المحترف في صفوف ميدز الفرنسي اللي ليه قصة وحكاية هعرفك عليها بالتفصيل بعد شوية من الواضح كده أن نسخة كأس الأمم الأفريقية 2023 مش هيعدي يوم فيها إلا بمفاجأة أو بحاجة مش متوقعة وده بعد ما منتخب غينيا النهاردة فرض التعادل على المنتخب الكاميروني بهدف مقابل هدف علشان يبدأ الأسود مشوارهم في كان 2023 بالتعصر ربما يكون مفاجأة اليوم يخلص على كده لا تعادل جديد بمفاجأة جديدة وبعد بداية قوية جدا من المنتخب الجزائري بهدف عن طريق بغداد بنجاح في الديئة 18 لكن وعشان البصمة المصرية سبحان الله لازم تبقى موجودة ما بلوله مهاجم الاتحاد السغندري ومهاجم المنتخب الأنجولي والمحترف بصفوف الاتحاد زي ما قلت لحضراتكم سجل هدف التعادل من ركلة جزائر علشان يتعصر المنتخب الجزائري هو الآخر في بداية المشوار في كان 2023 بداية غير جيدة للكبار في كأس الأمم الأفريقية باستثناء المنتخب السنغالي وأيضا المنتخب الإبواري صاحب الأرض غير كده الكل تعصر سواء بتعادلات أو بهزايم في بداية المشوار حتى هذه اللحظة البطولة شكلها حلو بعيد عن اللي حصل معنا قدام موزنبيك إن شاء الله نعوضه قدام غانا بس البطولة بتقولك إيه؟ بتقولك حرفياً وعملياً وعملياً يعني دايماً إحنا الجملة دي بنقولها بس ده الترجم عملياً في البطولة دي إنه خلاص فأفراقيا ما بقاش فيه منتخبات صغيرة كله منتخبات كبيرة والمستويات بقت متقربة جداً يعني لما تيجي تلاعب عن جولة مش هتقول عليه منتخب صغير لما تيجي تلاعب غينيا مش هتقول عليه منتخب صغير لما تيجي تلاعب موزنبيك مش هتقول عليه صغير هنتكلم كتير عن كاس الأمم الأفريقية ومباريات اليوم الثالث ولكن هيكون معايا بعد لحظات مدخلة مع مسؤول في نادي أسباني النادي الأسباني ده هو نادي عامل مفاجآت بالجملة هذا الموسم مفاجآت بالجملة يكفي إن أنا أقول لك إنه بعد عشرين مباراة في الدولة الأسباني هو المتصدر هو المتصدر النادي مالوش تاريخ وبطولات كثيرة وكبيرة وعظيمة في تاريخ الدولة الأسباني لكنه يتصدر على حساب ريال مدريد وبرشلونة وقتلتكو مدريد وأشبلية وبالينسيا وكل الأسماء الكبيرة التاريخية دي في أسبانيا مفاجآ حتى هذه اللحظة بتفكرنا بمفاجآة قريبة جدا مفاجآة ليستر سيدي في الدولة الإنجليزية بس هل جيرونا المفاجآة السنة دي الحصان الأسود في الدولة الأسباني ممكن يكمل للنهاية ولا لا مع كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الأسباني يا فندم مشرف ومنور على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر آه 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 طيب طيب لحظات وهنرجع تاني عشان يبدو ان في مشكلة في الصوت مع كي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الاسباني عامل مفاجآت كبيرة جدا بيفوز على برشلونا وبيكسب قتلتك ومدريد وبيكسب كل الاندية في الدولة الاسبانية وعمل نتائج مدهشة مدهشة في الدولة الاسبانية جيرونا هذا الموسم ويفضل السؤال قائم زي ما قدت لحضراتكم هل جيرونا يقدر يعمل اللي عاملوا ليستر سيتي في الدولة الانجليزي لما فيه الكبار منشستر سيتي وشيلسي ومنشستر نايتد وليفربول وتوت نهام وكبارده لكلهم وخاد الدولة الانجليزي بيجيل طبعا لو تفتكروا ليستر سيتي كان معا مين بقى كان معا جولو كانتي كان معا رياض محرز طبعا فردي كان في أحسن أحواله كان معا أسماء كبيرة جدا جدا وعظيمة جدا بعد كده انتقلت لاندية عديدة هيقدر يعمل ده جيرونا ولا لا هنعرف بعد اللحظات من كي كارسل المدير الرياضي لنادي جيرونا الاسباني مرة هو مرة أخرى معانا كي كي كارسل المدير الرياضي لنادي جيرونا نسأله يا فندم براحب بيك مرة أخرى على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 جيرونا بالتأكيد انت تعلم ان حديث العالم في الوقت الحالي احنا هنا كمصريين او في الوطن العربي او في الشرق الاوسط شايفين ان جيرونا عامل مفاجأة عظيمة وكبيرة جدا مفاجأة استثنائية بتحصل على فترات في الملاعب الاوروبية بالنسبة لنا مفاجأة بالنسبة لك انت بالنسبة لإدارة نادي جيرونا هل ما يحدث هذا الموسم هو مفاجأة ولا كان نتاج تحضير جيد الحقيقة كانت مفاجأة النادي يحاول يعمل حاول يشتغل بطريقة كويسة كل اسبوع بيتقدم اكتر واكتر بنلعب مع الكبار ومنتظرين مباراة ريال مدريد مباراة ريال مدريد هتكون بالنسبة لكم فاصلة في المنافسة على لقب الدولي الاسباني بكل تأكيد بس انت كنادي بالتأكيد امكانياتك مش زي امكانيات الاندية الكبيرة زي ريال مدريد وبرشلونة وقتليتكو مدريد ورغم كده قدرتوا تشتغلوا بشكل رائع جدا بمجموعة لعائبين اصبحوا الان مطلوبين في كل اندية العالم كيف تم بناء هذا الفريق حتى يصل لهذه المرحلة الرائعة اشتغلنا الموسم اللي فات كان موسم كويس صاري عنا كتير في اوروبا عرفنا ان نتعاقد مع مدرب السنة دي كويس جدا وهو بيقدم كرة كويسة جدا وبكفاءة عالية احنا عملنا مفاجأة وبننتظر ان احنا نعمل حاجات احسن ومع التيم الفن ده ان شاء الله نقدر نعمل حاجات كويسة بالتأكيد المحطة العصعب ليكم هتكون محطة مباراة ريال مدريد وريال مدريد في افضل احواله فائز مؤخرا بلقب السوبر الاسباني هل في رأيك ان مباراة ريال مدريد لو فزتم بها ستكون حاسمة اللقب الدوري علشان تكسب الدوري لازم تبقى جاهز طول الموسم لسه باقي 19 ماتش الماتشات بتاعة ريال مدريد وبرشلونة طبعا مهمة جدا ماتشات مهمة علشان مكسبها يعتبر مكسب للليجا طبعا بس لسه قدامنا شغل كتير بس احنا بنفكر وبنشتغل ماتش ماتش علشان نقدر نصار على حد الآخر وناخد الدوري احنا في فترة الانتقالات الشتوية هل جيرونة بهذه التشكيلة الرائعة مستكفي بهؤلاء اللعبين ولا ممكن يبقى فيه تدعمات خلال هذه الفترة لسه قدامنا 15 يوم بنحاول هنحاول نحسن هنحاول نحسن وندعم صوف الفريق عندنا لعيبة كويسين جدا بس احنا برضو بننتظر تدعمات هنحاول نلاقي او بنشوف لعيبة احسن يدعموا الفريق في الفترة المقبل في الوقت الحالي تقوم بطولة كأس الامم الافريقية ماذا تأثير هذه البطولة على اللعبين المتواجدين في الدوري الاسباني على الفرق الموجودة في الدوري الاسباني بسبب غيابهم عن الفرق دي شايف تأثير ده قديه في اندية متأثرة اكتر من التانية فريق زي البلباو عندهم لعيبة في افريقيا ومتأثرين بس هل جلونة يتابع اللعبين في كأس الامم الافريقية البطولة المقاومة حاليا بنتابع البطولة بشكل كويس وبنشوف احنا ممكن نضيف مين وعندنا كمان جروب اللي احنا شغالين معاه جروب بل سيتي بيرقبه معنا علشان نقدر نعمل التدعمات اللازمة اللعبين المصريين اصبحوا متوجدين بكسرة في الدوريات الاوروبية المختلفة ولكنهم يغيبون عن الدولي الاسباني تحديدا هل جلونة ممكن او في خططه انه ينظر الى السوق المصري سوق اللعبين في مصر سوق اللعبين في مصر مصرين عالي فعلا وعندهم مهارة عالية ما عندناش فعلا لعيبة مصرين كتير للاسف بس احنا لما بنتفرج على البطولة زي البطولة بتاع دلوقتي او بنتفرج على المنتخب بيلعبوا بطريقة مميزة زي محمد صلاح احسن لعب في العالم وجود لعبين زي محمد صلاح والعبين اخرين بيقول انه هم عندهم مهارة كبيرة واداء عالي وهما بيتطلعون هما يشوفوا ويضموا يعني تقارير صحفية اسبانية كثيرة من الصيف الماضي وحتى في فترة الانتقالات الحالية تتحدث عن مفاوضات بين نادي برشولونة وبينكم حول اللاعب الوسط جرسية هل برشولونة فعلا في مفاوضات معكم حول هذا اللاعب ولا هزي الاحديث غير صحيحة جرسية عمل موسم عالي وطبعا في منتخب اسمانيا في المرحلة من حياته بيقدم اداء عالي وطبعا برشولونة نادي كبير وفعلا في رغبة بس للأسف هو ما عندوش معلومات كافية اذا كان هو هيحصل توقيع او لا تتحدث عن النجوم في المستقبل القريب هل جرونة ينوي التعاقد مع لعبين وأسماء كبيرة عالمياً أم سيكتفي بصناعة النجوم أو أسماء مش من نجوم الصف الأول ويبدأ يسوقهم؟ بيقول أنهم عندهم القدرة المالية أنهم قدروا يعملوا كذا؟ ممكن الموسم اللي جاي نعمل تدعمات وعندنا القدرة المالية أن نعمل كده بس لسه مش عارفين ممكن نعمل الموسم اللي جاي لسه مرحلة التخطيب السوق دلوقتي معقد جدا بسبب الانتقالات بس إحنا بندرس يعني بندرس علشان نحسن من جودة الفريق هل تشعر أو تتوقع أن سورة جرونة وهو يحمل لقب بطولة الدوري الأسباني؟ ممكن تحطها في خلفية موبايلك زي ما أنا شايف بعض السور على موبايلك؟ ممكن تحطها على خلفية موبايلك مع نهاية هذا الموسم؟ ممكن تحطها على خلفية موسيقى ممكن تحطها على خلفية موسيقى ممكن تحطها على خلفية موسيقى تحطها على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر كوزين عمل أداء مع أفا ألمانيا عظيم جدا ليه؟ يعني فاهم؟ في أسماء كده لما بتحصل تلاقي نفسك تلقيم بتتعاطف معها طيب نروح لكأس الأمم الأفريقية واليوم التالي زي ما قلت لك نهاردة سنغال كسبة جنبيا 3-0 باب يجيه سجل هدف الأول في الـ D4 بعد كده سنائية ليه لمين كامارا في الـ D52 لمين كامارا سجل هدفين الهدف تاني يجيه في الـ D52 يا كاما جماعة هلولي الهدفين في الـ D52 مش هينفع الهدفين يجيه في الـ D52 لمين كامارا سجل هدف في الـ D52 وهدف تاني بعد كده لمين كامارا هو اللي تولى المهم النهار لمين كامارا بدأ حكايته حكاية حكايته حكاية لمين كامارا ده لعب عنده عشرين سنة مبدئيا كده لمين كامارا أفضل لعب شاب في كارة أفريقيا 2023 خديت جايزة من الكاب أفضل لعب شاب قبلها بسنة كانوا ياخد كأس الأم الأفريقية تحت عشرين سنة مع المنتخب السنغالي واللعب ليه حكاية حلوة ليه حكاية تفهمك ليه السنغال كل شوية تطلع لك لعب جمد قوي يا ده لعب عنده عشرين سنة بيلعب في ميدز الفرنسي وميدز الفرنسي دي ليه حكاية برضو حكاية لا أحكي لك كل حي أحكي لك الحدوتة عشان تشوف الحدوتة إزاي معبرة وتخليك تفهم إنه ما فيش حاجة بالصدفة تحديدا السنغال في دول أفريقيا الصمراء تحديدا ما بيعملوش حاجة بهزاس حكاية إيه بقى؟ راجل ده هو صغير زينا كلنا يعني كان بيلعب في الشارع وراح لوالده قال له أنا عايز ألعب كورة لو سمحت يا بابا أنا عايز ألعب كورة قال له لا قابل احنا ما عناش فلوس نوديك لأندية ولأكاديميات ونصرف عليك ودي صورة هي من الحكاية يعني ما عنديناش فلوس نصرف عليك ونكلف وبتاع خليك ملكز في دراستك عشان تصرف على أسرتك لما تتعلم كويس فالراجل ما سمعش لوالده لو مين لو مين كمارة؟ راح نزل هرم المدرسة وبقى يلعب في الشارع وحتى لما بيخلص لعب في الشارع من كتر شغفه في الكورة كان بيروح يلعب بلاي ستيشن بعد ما بيلعب كورة حقيقية بيلعب كورة برضو بالبلاي ستيشن ليه؟ هو متين بالكورة هو عايش الكورة هو كل حاجة في الكورة مهم هو بيلعب في الشارع حد شافه كده من نادي اسمه كاساسبورت الراجل بتاع كاساسبورت قال له لا تعالى يا ابني انت لازل تلعب في نادي قال له هروح ألعب معك قال له أوه تعالى معايا هتلعب معايا في النادي بعدها راح النادي دوة وده لامين كمارة ليه أكاديمية مشهورة جدا حضرتك عرفتها كويس قوي اسمها جنراسيون فوت دي الأكاديمية اللي طلعت ساد يومانيه وطلعت عدد كبير من اللاعبين العظماء في السنغال فراحوا ودوه ليه الأكاديمية الأكاديمية عندها توقمة مع نادي ميتس الفرنسي راحوا اتفقوا مع النادي الأول قبل ما اروح الاتفاق بتاع النادي الأكاديمية دي يا جماعة مش بتعلم كرة وبس اشتبا فاين بضر حضرتك مش بتخليك تعرف تلعب كرة وبس لا دي بتشتغل على عقلية اللاعب تشتغل على أموره الزهنية والنفسية والمعنوية فبتآهله لفكرة الاحتراف مش بس بتشتغل على رجليه بتشتغل على عقله كمان مهم الراجل راح ميتس الفرنسي هو عنده 19 سنة لعب معاهم أساسي على طول ولعب مع المنتخب السنغالي في كأس الأفريقية تحت 20 سنة وخد معاهم البطولة هو عنده 19 سنة بس كده لا احكي لك حكاية برضو ظريف عشان تعرف اللاعب ده عمالي يتكون ازاي اللي بيدرب اللاعب ده دلوقتي في ميتس الفرنسي واحد اسمه لسازولو بولوني الراجل ده مين الراجل ده اللي كان بيدرب سبورتينج لشبونة وكريستيانو طالع هو اللي طالع كريستيانو نالدو هو اللي اشتغل على كريستيانو نالدو فالراجل بقى بولوني دوت عشان مؤمن جدا بكمارا مؤمن بيه جدا وعارف قدي امكانياته كبيرة بيديله دايما مع ميتس الفرنسي سواء اساسي او بينزل كبديل في كل المباريات يعني انت جاهز مش ما عندكش اصابة انت كده كده هتلعب سواء اساسي او هنزلك من عدك والراجل بيقول عنه دايما انه هيبقى واحد من افضل اللاعبين في العالم مين هو لامين كامارا اللي سجل النهاردة هدفين مع منتخب السنغال وهو عنده عشرين سنة وخد افضل لاعب في المباراة عشرين سنة النهاردة بيقود منتخب بلاده للفوز باول مباراة في كأس الامم الافريقية عشرين سنة ومحترف في الدور الفرنسي عشرين سنة وبيدربه المدرب اللي كان بيدرب كريستيانو ارنالدو عشرين سنة من هو صغير وبيلعب كورة في الشارع في حد عنده امانة في السنغال خده وقال له تعالى ياب نلعب معنا في النادي انت هتبقى لعيب كبير والشخص اللي عنده امانة وخده النادي ولقى لعيب كبير رح وداه لأكاديمية جنرسيون فوت اللي هي بتطلع المواهب وبتشتغل على المواهب بشكل رائع جدا مقالش لأ ده بتاع أنا ده بتاع النادي روح يا حبيبي الأكاديمية ودول هيودوك في حتة تانية هو ده لامين كمارا اللعب العظيم اللي هيبقى عظيم يعني اللعب المبشر جدا في المنتخب السنغالي دلوقتي طيب ليه بقى عم كريم جايب لنا الحكاية دي مش اقول لك فكر فيها لوحدك الشر علشان انت عارف قصدي علشان انت عارف قصدي سهلة وبسيطة بس اللي يفكر فيها طيب اللي قدامكم ده دي قصة تانية بقى هات هات الصورة هات هات الصورة مش يحصل حاجة اللي قدامكم ده وليد الركراكي مدير الفني الكبير العظيم اللي شرف كل العرب في كأس العالم مع المنتخب المغربي ووصل الى رابع العالم هذا المدرب المحترم المهزب قال تصريحات النهاردة وفيها اسم منتخب مصر وفيها اسم منتخب مصر بعد ما قالي التصريحات دي في ناس على ناس بدأت تتكلم انت ازاي تتكلم على منتخب مصر كده انت ازاي بتحاول تستفزنا انت ازاي بتحاول تقلل مننا انت ازاي انت ازاي انت ازاي مش هعلق ان لما تسمع بنفسك الفيديو وبعد كده ارجع علق يلا بينا 再 ا resembles اصق had had been a struggle وشخانة بدل انا اعرف什麼 انا اعرف من المهج ju� يقول انه على ركت متجーー لنا عبوا و Bring in foration إما إما في الإسلام كانت كالعبة قس كنت قولي إيش من فرقة كانت كتبريسي وكتدير بلوك أو وكتلعب الكرة لدد كوب دافريك أنا أتشير لدى المغرب بعدها من بعد تخرجوا لشي وحد أخرى بقونت كان عارف واحد فرقة لددتها سبعات مرات لددتها سبعات مرات أنا سار أنا سار وما كي عارفوا كيفاش يديوا لكوب دافريك إحنا تابعينهم إن شاء الله طيب لو حضرك ما رأيتش الترجمة اللي مكتوبة أقول هالك أنا ويدك راكي مدارب منتخب المغرب قبل مباراة تنزانيا النهاردة قال لك إيه أنا بقود المغرب منذ عام وبتساءل دايما هل أغير إسلوبي يعني الناس بتسألو هل هتغير إسلوبك قال معرفش لا أعلم أحيانا تأتيني تلك الفكرة المجنونة أن ألعب بإسلوب منتخب البرازيل لعبت خمسين مباراة أفريقية وبلغت مرتين نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي وأدربت الوداد وأعرف معنى اللعب في أفريق على مر التاريخ هل بإمكانكم أن تخبروني بفريق كان يضغط ويلعب بخطوط متقدمة وكرة جميلة وتمكن بالفوز بكأس الأمم ذكروني بفريق غير المغرب قولوا لي يعني المغرب مش حق خلال المغرب ما بتعافش نعمل مين بقى فريق عمل كده وكسب البطولة قال لكنني في المقابل أعرف فريقا واحدا فقط فاز باللقب سبع مرات وهو منتخب مصر هم يعرفون كيفية الفوز بكأس الأمم ونحن المنتخب المغربي سنتبعهم يعني هنمشوا وراهم إن شاء الله أقول لكم حاجة بأمانة الله أنا أنا سمعت التصرحات دي النهاردة وقاريت الترجمة دي خمس ست سبع تامن مرات إن أنا لقي حاجة أجي النهاردة اللوم فيها وليد الركراجي مش لاقي يعني هو قال إيه غلط معنا برضو عشان إيه ما نمسك طبعا إحنا اختلفنا على تصرحات قناحي وقالنا زي قناحي يقول كده وإنه اللعبة بتقع بتاعة مصر يمين وشمال بس الراجل ده وليد الركراجي قال إيه غلط ده بالعكس ده بيقول لك مصر كسبت سبع مرات بين قسين بأسلوب وقعي مش بالكرة الجميلة مش بالضغط الأمامي مش 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 بس هم بيعرفوا يكسبوا البطولة وإحنا هنتبعهم يعني هنمشي على طريقتهم هنمشي وراهم عشان إحنا كمان نكسب البطولة فينه الغلط والمناسب يعني ما هو تاريخيا منتخب مصر قيمته الكبيرة إنه كان دائما منتخب وقعي مع كل المدربين اللي اشتغلوا معه في بطولات أفريقيا اللي كسبناها كابتن محمود الجهري والكابتن حسن شحاتة وإن شاء الله بإذن الله يعملها روي فيتوريا لازم تبقى وقعي وكوبر لما وصل للنهائي كان وقعي وكيروش لما وصل للنهائي كان وقعي آه إحنا حتى هنا كمصيمة كناش من يقوم مستمتعين أوي كابتن محمود الجهري بيحب يدفع أوي كابتن حسن شحات التحديدة اللي اختلاف شوية تحديدة في بطولة 2008 احنا فعلا قدمنا مباراة ممتعة جدا بس 2006 كنا حريصين جدا دفاعين 2010 كنا حريصين جدا دفاعية 17 كنا مندفع أوي اللي وصلنا فيها النهائي البطولة اللي بتاعت كيروش كنا مندفع أوي أوي وصلنا للنهائي عشان كده حتى مبلح لو تفتكر قلتلك بيتوريا ما يكسفش من الدفاع ما ينبسطش بفكرة ان الجمهور عمالي يقول له اللي تي انت لأ انت انت خليتنا نشوف كرة حلوة أحسن من اللي كان منعملها كيروش الكصة مش كده الكصة انك تبقى واقعي وده بقى اللي قاله بالزبط وليد الركراج لما قالوله إلعب بقى كرة حلوة ما يخب بالك ما هم كانوا بيقول له برضو إيه انت كمغرب توصلت الرابع للعالم عشان كنت بتدافع عاوي في كاس العالم بس همش عايزينك تدافع طول الوقت هم عايزين اللعب ممتع فقال لهم لا في أفريقيا الكصة هزي تبقى واقعي ما بتستنيش مني كرة ممتعة وكرة لطيفة وغير اسلوبي أنا عايزة أبقى واقع عشان أعمل زي مين زي مصر ده بيقول لك النهاردة في المؤتمر أنا عايزة أقلد مصر أقلد منتخم مصر فين بقى الناس اللي النهاردة كانوا متضايقين من تصريحات وليد الريكراجي والله كان نفسي أبقى معاكم يعني أبقى نفسي ماشي في صفوك وكده بس هو فين بقى المشكلة عايزة بسكها مش لقيها بصراحة يا وقوة يعني لازم برضو تكلم بمنطقية يعني يعني مش لقيه له حاجة فالراجل تكلم ده كلام محترم ما قدرش ألوه عليه بالعكس ده كده قدر جدا منتخم مصر بالشكل الليازي يقليك بمنتخم مصر ده مقللش إطلاقا بالعكس ده بيقول لك احنا المغرب رابع العالم هنقلد منتخم مصر عشان نكسب كاسي الوهم الأفريقائي ماشي حبيت أعلق على الجزيلي النهاردة كان فيه جوائز زبست أفضل لاعب فاز بيها طبعا 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 لمنين الميسي بعد ما خد طبعا البالندور أفضل حارس كسبها إدرسون حارس منشستر سيتي بطبيعة الحال أحسن مدرب كان بيب جوارديولا وجهزة اللاعب النظيف فاز بيها منتخب البرازيل جهزة بوشكش لأفضل هدف فاز بيها مدروجه جينمي مدروجه لعب بوتفاجو وابوتفاجو البرازيل اللي بيلعب فيه الدوري الدرجة السانية تشكيل أفضل أفضل تشكيل للعام من جوائز الفيفا زبست كان في حراس المرمى تيبو كورتوة طبعا حارس مرمى ريال مدريد وفي خط الدفاع كايل ووكر ومانشستر سيتي جوني ستونز مانشستر سيتي روبين دياس مانشستر سيتي كله مانشستر سيتي خط الوسط جود بيلينج هام من ريال مدريد برنانو سيلفا مانشستر سيتي كيفين دي بروين مانشستر سيتي برضو خط الهجوم إيلينج هالند مانشستر سيتي وكيلين بابيه باريس سان جيرمان وطبعا ليونيل ميسي لعب انتر ميامي حاليا وفينيسيوس جونيور لعب ريال مدريد دي التشكيل الأفضل لعام 2023 ان شاء الله بكرة في مباراة موريتانيا وبوركينا فاسو تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مباراة بوركينا واللي حضر المدرب أمير عبدو الله محمد دلاهي نشوف المؤتمر ونرجع نكمل كلامنا الضغط لا كما قلت إنها ستكون منافسة نريد الفوز بمباراتنا الأولى سنواجه منافسين ذو جودة عالية وستكون مسألة التفضيل نسبية سيتعين علينا أن نكون منضبطين وعلينا أن نفعل ذلك نتحكم في انفعالاتنا لأنه ستكون هناك انفعالات وضغوطات إنها المباراة الأولى وستكون صعبة على الجميع لأنها ستكون صعبة لأنه ستكون سناعشت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أتوقع مباراة صعبة لكن سيتعين علينا فرض أسلوبنا والطرق على أبوابهم نعرف الموريتانيين جيدا إنهم قادرون على التسبب في مشاكل لأي فريق يواجهنا لكننا استعدينا لذلك لذا فقد انتهى الأمر بالنسبة لنا نحاول تحقيق الفوز نحن نعلم أهمية المباراة الأولى ونتوقع مواجهة صعبة لكننا مستعدون جيدا نحن جاهزون ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا نحن مستعدون بشكل جيد والفريق منظم بشكل جيد أعتقد أن أيام التحضير في دبي مرت بشكل جيد للغاية لم أكن هناك ولكن كان لدي اتصال يومي مع المجموعة عندما انضممت إلى المجموعة وجدت ديناميكية جيدة الفريق يتمتع بمستوى مميز وأعتقد أننا سنبدأ المنافسة بشكل جيد نحن نحترم الجميع لكننا لسنا خائفين من أي شخص أو أي فريق نحن قادمون إلى هنا لمحاولة إعادة الكأس إلى الوطن لن أختار أي فريق آخر كمفضل بالنسبة لي بالنسبة لي نحن هنا الفريق المفضل لقد جئنا إلى هنا للفوز طيب تقول لي لي بقى تصريحات بركينة مهمة أو لي أصلاً هنهتم مباراة بركينة موريتانيا بكرة أقول لك إوعى تنسى أن بركينة فاسو هو المنافس الأساسي والرئيس المنتخب مصر في تصريحات كاس العالم خلاننا نفرج على بركينة ونعرف ماذا قوية عشان هو منتخب قوي جداً خلاننا نشوف إن شاء الله يعني خير نعرض فيه كأس ربط الجولة الثانية كان فيه مباراة بين المقلون العرب والجونة انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد تقدم أحمد حامد شوشة للجونة في ديئة تسعة وخمسين وتعادل زياد فرج للمقاولين في ديئة اتنين وستين والأهداف أمام حضراتكم العدف الأول كان لأحمد حامد شوشة للجونة في ديئة تسعة وخمسين وبعد كده زياد فرج تعادل للمقاولين بس داما يا جماعة مش دا كان ماشي الاتحاد وبلدية المحلة اللي كان معروض دلوقتي الاتحاد النهاردة كسب بلدية المحلة واحد صفر بن يمين بواطنج سجل هدف فيه ديئة اتنين وعشرين السورة اللي كان لهدف الكلامام حضراتكم منذ لحظات لي بواطنج عادوا تاني بقى مش هيب يعني نعيدوا تاني نعيدوا تاني عشان اهو جمهور الاتحاد طبعا كالعادة جمهور عظيم ورائع جدا حل بواطنج بيسجل دلوقتي ومبلولو بيسجل مع انجولة في الجزائر والاتحاد ايه محترفين رعاين طيب معانا اهو كمان الاهداف بتاعت المعاولين والجونة طلنا يا جماعة الاهداف بتاعت المعاولين الجونة نشوفها برضو مجيش المعاولين والجونة مصومين ميزعلوش من هنا بقى المعاولين والجونة ما تجيبوا اهدافهم المرة الجاية لما يعني حقاوا مباريات جاية الفترة اللي جاية طيب حليس بكميين مع حضراتكم بعد الفاصل هيتشرفني وين نورني الكابتن الكبير كابتن اسامة عبد الكريم خليكم معنا يا رب حضراتكم مرة اخرى شرفني وين نورني الكابتن الكبير كابتن اسامة عبد الكريم وحل الرقم عشرة كلام كتير لسه مستمرين بالتأكيد عن منتخبنا الوطني امام موزنبيك هنتكلم النهاردة مع الكابتن اسامة عن الاخطاء اللي وقعنا فيها قدام موزنبيك وازاي نتلافاها ان شاء الله بازن الله في مباراة غانا الكابتن اسامة مشرف وننور دايما سعيد بتواجدك معنا ربنا يا خديك يا كريم انا اللي سعيد بيك وسعيد بتواجده معاك وان شاء الله اللي جاي افضل للمنتخب المصر اخ بركي كله بخير والله كله زي طيب احنا مبارح كنا زعين اوي ومحبطين بس النهاردة بقى عندنا شوية طاقة ايجابية عايزين نكملهم فهنكملهم ازاي هنكملهم ان احنا هنجيب شوية حاجات حصلت مبارح وفي نفس الوقت تقول لنا ازاي كمان نتعلم منه عشان ما تتكرارش قدام طيب قبل ما نبدأ في الحالات انا عايز اقول لك حاجة بوما جدا فضل مش معنى ان انت تعدلت مبارا ايوا ان انت كده خلاص يعني هتسلم الامر وتقول ان انا بعدت عن البطولة او ان انا مش هعرف اصعد من دور المجموعات او ان انا مش هعرف نفس على البطولة نفسها لا المنتخب المصري قادر وفي اخطاء وفي اوقات ومرت مصري بيها كتير ان انت في اول المباريات في دور المجموعات ان انت تخسر زي بطولة 86 انت خسرت في اول البطولة ورجعت تاني خدت البطولة فيه ماتشاط بتقدر يعني في البطولات المجمعة منتخب المصري بيعرف يجمع نفسه كويس وبيعرف يعمل حاجة كويسة العيبة بتعرف تتكتب مع بعضها كويس ممكن تكون الاجواء مش افضل حاجة بالنسبة لهم ودي سمعتها في تصراحات كتيرة ان حتة الحالة البدنية في التنفس عد نعب المحالة دي معلش برضو يعني شوفناها النهاردة برضو في اداء منتخب الجزائر وشوط التاني عشان برضو نكون هم شوط الاولاني شوط التاني محسناش من منتخب الجزائري اول مباراة الاولى وعلى ملعبها اول مبارا شوط لقوكها جيدة جيدة شوط تاني كانت سيئة جدا بالزبط السنغال النهاردة فدع جدا الطرد اللي كان قدام المنافس منتخب جنبيا الكاميرون النهاردة فدها الطرد اللي كان قدام منافسهم النهاردة كان منتخب الكاميرون كانت لعبت مين النهاردة يا جماعة فكروني الكاميرون النهاردة برضو كانت مشى بشكل الشوط الاول جيد جدا كانت خسرانة كانت خسرانة سوري الشوط التاني كانت جيدة جدا الشوط الاول كانت خسرانة فكروني يا جماعة الكاميرون كانت لعب مين غينيا 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 كانت بدأ متقدمة بهدف مسيطرة على المباراة بعد كده الكاميرون احنا مشكلتنا كمصر ان احنا كشعب وتقريباً الإحساس والشعور ده وصل للعيبة والجهاز الفني ان انت رايح كسبت المباراة قبل ما تلعبها وكلنا كنا عندنا حالة من التفاؤل لحجم اسم المنتخب المصري الكبير جداً صاحبة سبع بطولات وبحجم اسم المنتخب المزنبيقي اللي شارك اخر مشارقة ليه تقريباً في بطولة افريقاً قد 2010 صح فدي كلها معدلات وارقام كانت تديك انت الكفة الارجح 100% احنا ما جينا قبل المباراة ده ما عملنا التجربة بتاعت تنزانيا كانت متجربة كويسة جداً وكنا بنشتغل على ان احنا هنلعب 4-3-3 وده عملنا الشرط الاولاني وكنا جيدين جداً وكلمنا فيه وقلنا ان الطريقة دي هي الانسب للمنتخب المصري وتقريباً مع فيتوريا لعبنا معظم مباراةنا بالشكل ده لحد ما بنقدر نكسب بنكسب بشكل كويس وما امنين بنلعب باثنين دفندرات المرة دي مصر فيتوريا ابتدى التشكيل ب4-2-3-1 اعتمد على صلاح في قلب الملعب رقم 10 والحتة دي صلاح ما بيجدش فيها مش قضل حاجة بالنسبة له هو صلاح بيجد في الوينج بيلعب على الطرف بشكل كويس جداً بيقدر يشتغل عليها بشكل كبير هل لعب 4-2-3-1 ولا 4-4-2 اختلفت الاقويل لا هي اربعة 2-3-2 فيه ناس شفوها زي ما حاجة بتقول كده انه كان صلاح صانع على العاب فيه ناس بيتقول انه كان مهاجم بس متأخر شوية تحت مصطفى محمد لا هو لعب 4-2-3-1 كان واضحة جداً جداً ما فيهاش فصال كان لديه طبعاً وصلاح هو اللي بيلعب رقم 10 كان صلاح بيسط لا كانت واضحة جداً ودي خلاص انت اما بتعود لعبتك وفرقتك على طريقة لعبة معينة ما حاولش ان انا اغير فيها وبالافضل كمان انما يكون عندي حلول واحنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده اما يكون عندي نوعية لعيبة ان الكرار الافريقية مش المنتخم المزنبيكة ان الكرار الافريقية كلها بتاعتمد على السرعة والقوة والمرتدات انا لازم ااخد بالي من الموضوع ده وده اللي حصل في المباراة عندهم سراعات كويسة جداً الاتحامات كانت قوية جداً عندهم الكرار المرتدة بالنسبة لهم كانت عالية جداً انه يعملوا الولايات بشكل كبير جداً عشان يهاجموا المنتخب المصري كل دي مواقف بتهيئة لي انه كان درس المنتخب المصري اللي حصل بقى اللي حصل انت بدأت المباراة بهدف سريع شكله حلو جدا هتقولنا يا جماعة بقى اللقطات طبعا معناه من افضل لعيبة اللي قدت بشكل كبير جدا كله كان مهارة فردية طبعا احنا شايفين اللقطة هنا فيه كسافة عددية للمنتخب المصري اربع لعيبة داخل الثمنتاشر وبتعامل الكروس تعد من محمد صلاح بعد محمد صلاح نحرك الصورة يا شباب ايوه الكروس تعمل هو من محمد حمدي بشكل كبير جدا عدت من محمد صلاح هنا مصطفى محمد عمل حاجة لازم تحسب له لان دي مهارة فردية صح مش مدرب يعني مش هيجي هو الراجل بتولي يقول له خد الكرة بالشكل ده واسحبها بالاسترز كده بالبلد كده زي الكرة الشراب اسحبها بالاسترز ولف خد لف الراجل في ظهرك 180 درجة يعني هو وشه انت زي ما انت شايف كده ظهره للجون ولف كله وشه عشان يحطوا كرة في الجون بالشكل ده في السواني معدودة في التوجيه كمان وبالتوجيه لا دي مهارة فردية لاعب فتحسب لمصطفى محمد بالشكل الكبير ده بعد الهدف ده احنا حسنا ان احنا بدري هدف بدري يعني دي من اصرع اهداف البطولة اصرع هدف البطولة حتى الان قلنا خلاص المنتخب المصري هيكسب مكسب كبير ومكسب عريض واخدنا طمأنين والجون البدري بيفتح اي فرقة قدام خلاص هي لها السيناريو كل مدرب ولعيبة بتلعب مباراة وبالاخص كان المنتخب موزنبيكي واحنا قلنا ده قبل البطولة ما تبدأ ان هيبقى السيناريو بتاعه ازاي هيقابلك دفاعيا بشكل كويس جدا وكانت التجربة التنزانية قبل من روح البطولة عشان يبقى نموذج بنفس الشكل اللي هيلعب عليه فهو قطر خيري الزمن خلاني نجيب هدف مبكر ففتح لك بدأ هو كمان يتخلى عمراته الدفاعي ابتدأ يتخلى عنك هتيجي تشوف في اللقطة دي هنا فيه كم لعيب بيهاجم هنا من ناحية اليمين بتاعتك على محمد هاني اربعة شكل الدايمون انت شايفه هو شكل الدايمون في الاربع لعيبة الصفر طبعا احنا ما عندناش حاجة تحددهم اللي في الاتجاه ده هنا محمد صلاح بيحاول يرجع عشان يقفل عشان يبقى ما نبقاش اربعة على تلاتة بالشكل ده عشان ما تبقاش هاجمة ويبقى في الاخر كروس وتبقى فرصة كبيرة للمنتخب الموزنبيقة هنا وضاعت طب نفس الشكل ده اقعد بص شايف الرقم ارجع اللي فاتت دي ارجع اللي فاتت بص الكرة اللي فاتت دي هما هنا مغلوبين واحد سفر في دقيقة تلاتين قبل نفس الكرة دي شكل الدايمون هنا حرس المرمى مع الاتنين استردباكين مع رقم ستة هوت في نص الملعب عاملين شكل الدايمون بص هنا محمد صلاح بيعمل ايه بيشاور على لعيبة منتخب مصر نص الملعب بيقولوله امتعالوا اضغطوا هنا فيه ضغط حصل من مصطفى محمد ومحمد صلاح بس الضغط هنا ضغط فردي مش ضغط جماعي مش ضغط تيم هنا الطبيعة ماجه اضغط هنا المنتخب المصري كان لازم كل مراحله تتقدم له قدام عشان ما نلعبش في مساحة يعني لو بصيت المساحة اللي فيها الكرة وبصيت لو الكادر طبعا معانا يفتح لاخر لعيب عندنا محمد عبد المنعم واحجازي هتلاقي المنتخب المصري بيلعب في سبعين متر دي مساحة جبيرة جدا ما نقدرش احنا نعمل الضغط ونعمل الضغط العالي بالشكل ده على منتخب متواضع زي منتخب موزنبيك في مساحة سبعين متر لازم كل الناس يترحل لقدام زي ما انت شايف كده ايد محمد صلاح بيشاور اللعيبة بيقول لهوا اطلعوا يعني تعالوا ضغطوا معنا هو بيشاور على اللعب اللي اتحرك بالزبط ده اللي هو حد يا جماعي انت كابت تديله مخرج يعني بخلاص هو هنا النهاردة راحوا ضغطوا اللي اتنين عندهم كم حل عندهم حل حرس المرمى عندهم حل الباك شمال عندهم حل الدفندر رقم ستة عندهم حل ان الراجل الدباك التاني اما ييجي استلم القرة دي يفتح على الباك رايت اللي فاتح على الخط بص فتحيني الملعب ازاي يعني فرقة مغلوبة ومتوضعة ورغم ده عندهم قدرة ان يبدأوا عليك الهجمة وشفنا المنظر ده في الدقيقة تلاتين وشفناها في الصورة اللي فاتت في الشكل الدايمون اللي انت شايفه لو عندنا ان احنا نقدر نحدد كنا حددنا لك الشكل اللي هما بيشتغلوا به فهنا الضغط اصبح سلبي جدا هات الصورة اللي بعدها شباب كورة دي دي طبعا برضو نفس المنظر هنا بتشوف هنا في كم كسافة عددية اللي موجودة للمنتخب المزنبيك على المنتخب المصري كسافة كبيرة جدا ماشي اللقطة ماشي الصور هنا بيحصل ايه الضغط بس هنا الضغط عبارة عن ايه ضغط فردي كم لعب المنتخب مصري هنا سايبين الناس السلم براحتها الراجل يلعب براحته الراجل هنا الباك الباك ده الهب ده اللي هو الشمال ده فين محمد هاني هنا ولا فين الراجل يرجع عشان يغطي هنا هو محمد هاني هو محمد هاني لازم يرجع في الحتة دي وينزل يمسك في الحتة دي يعني ما ينفعش دايما ان احنا كنا بنشوف محمد هاني اتنين على واحد الشروط التاني اما تتفرج على لقطة الجون محمد حمد اتنين على واحد ودي لقطة من القور اللي هي ارجع بالصورة دي تاني ارجع بالصورة دي تاني اللي هي اتنين على واحد دي وهنا محمد هاني من ناحية المين اتنين على واحد الكورة دي كانت ممكن يجي منها هدف للمنتخب المزميك ايو ومحمد شلناوي ومحمد شلناوي شلق بصراحة بالزبط كده. بالزبط كده. حتى ماشي بقى الصورة. قلتين على واحدة هو على محمد هاني. كان المضطرد هنا المسانده ينزل من مين من زيزو. ارجع بالصورة كده. ماشي الصورة. قلت اللي الصورة اللي بعدها. اهو الراجل راح. والوحده. وبقى الوحده خالص. وكام لعيب من المنتخب المصري. وبص هنا بقى المنظر اللي انت شايفه في قلب الملعب. اتنين فرادة على مين? على اتنين مدافعين. على اتنين ممكن تبقى الكرة دي بالنسبة لهم هدف اللي الراجل اخطأ فيها ولفي بيها بمحمد حمدي. وحطاها على شمال الشيناوي برا الملعب. هنا كان فيه رقابة كويسة. ولا فيه ان انا اضغط على الخصم بشكل كويس. وبالاخص في نص ملعبي. لازم اعمل بتاعي بشكل كويس جدا. لازم الناس اللي هي بتشتغل تنزل تساعد. واحنا اما جينا اقف اقف لحد اللقطة دي عشان نتكلم في الحتة دي. اما جينا اتكلمنا في مباراة تنزلية. في المباراة الودية للقبل ما نروح فيها البطولة. وكلمني على طريقة اربعة تلاتة تلاتة. وانا اخصيت بالكلام ان انا ليه ابدأ بفتوح مش بمحمد حمدي. وقلنا نفس الكلام ده بيتم ان محمد هاني مع زيه زي ما بيعمل فتوح بالزبط ان هما الاثنين البكات بيخشوا في قلب الملعب. عشان الاثنين هفضت في طريقة الاربعة. هما اللي بينزلوا لتحت دول دخلوا في قلب الملعب عشان يشتغلوا من جوا. والاتنين الاطراف محمد صلاح وتريسيجي اقدروا ياخدوا مساحات ويبقى عندهم شاغلين في الملعب بشكل كويس. وما بنفقد الكورة. بيبقى معاكل الباك والهاف يقدروا يقفلوا وجابها. وبابقوا هف الناحية التانية يقفلوا وجابها. دي تشتغل بيها بشكل كويس جدا. انما طبعا في مشاكل كتيرة في الحتة بتاعت السرعات. وبنتكلم فيها نقطة مهمة جدا. لازم دخل بنى منها. لازم النهاردة الناس في حالة ان المنتخب المصري يخش فيه هدف من العمق. ده موضوع صعب جدا. لازم نقف عند النقطة دي بالاخص. هنمشي الصور و هنيجي هوري لك لقطة الهدف التاني. هما يخش فينا الهدف. هنا هنا الكورة بتاعت تقريبا الجون. برضو هنا محمد حمدي الوحده. ودي اتنين برضو جايين على واحد. وشايف اتنين مهاجمين راحين مع الاتنين التسردباكات. والاتنين اللي هو رقم محمد النني وحمدي فتح اللي اتنين راجعين. بعد الناس بكتير جدا. فالدنيا ماشي الصورة. هات الصورة اللي بعدها. ودي حجم منظمة. مش حجم. مش حجم منظمة. يعني اللقطة اللي انت شفتها مع محمد هاني في الشوت الاولاني. اتقررت عليك هنا في الشوت التاني. يبقى كان لازم هنا فيتوريا يبقى واخد باله بشكل كبير جدا. والكورة دي بتتلعب. وشفنا منظر التين فرودة وهم رايحين. هنا محمد عب منان. ارى اللعبة. ما تمركزة عشان يمسك الراجل بشكل كويس. لان انت لعبت على ان انت بتقرر اللعبة شكلها ايه في عدتك. وبقى الراجل هنا بيطلع عشان يجيب الهدف بشكل مرتاح جدا. ارجع. ارجع في اللقطة دي. ارجع. ارجع. بص هنا التمركز بتاع الشيناوي. عشان برضو ناخدها في اللقطة. التمركز بتاع الشيناوي هنا والكرة بتعمل الكروس تمركه السليم 100% والشناوي من الكرة دي بتاعته وعايز اقول حاجة تبقى حتى لاخواتي المدربين الصغيرين طالما الكرة جاية من ناحية اليمين وما عددش نقطة البلانتي يبقى لازم يعني في لغة التدريب خط النص الطولي لازم تخدش الكرة في نفس الاتجاه اللي جاية منه الكرة لان ده مرقى الثقة للعب لان الرائح يلعب بقوة هو جاي مندفع للأمام فده مرقى الثقة للعب فالشناوي قريد دي كويس بس الشناوي هنا بدل ما يزق من التقوف ويزق من مكانه عشان ياخد بقدي الشمال والكرة وتطلع برة خد الخطوتين اللي انت هتشوفهم دلوقتي خدهم الورا فاما جي يلمس الكرة بص رجل الشناوي فين كعبوا على خط الجول اما جي يلمس الكرة ماشي الكرة تاني معاك اللقطة دي وهو بياخد الطراي لمس الكرة وهي بقت فيه جوه الشبكة فده بقت المشكلة والخطأ للناس ما شفتهوش ما قدرتش تشوفه بشكل كويس بتطفيم الشناوي يعني محمد الشناوي تقصد بتقول انه كان واقف كويس في الاول تمركزه كان سليم مية في المية في الاول انما اخطأ في التحرقات الخطوتين اللي خدهم الورا ودي هنا هتقول لي علامة استفهام انا كأسامة كراجل مرنت الشناوي في بداياته فهو في طلاع الجيش ومرنت الشناوي وهو معايا في الاولمبيات عظيم الشناوي اما بيكون جاهز بنسبة مية في المية فنيا وبدنيا وخلي بالك من المعنى دينا بيقوله كويس قوي لو جاهز فنيا وبدنيا الحاجات دي بتاعته وبيتقلق فيها بشكل كبير جدا اه يعني توصد تقول لي انه كده الشناوي مش جاهز فنيا وبدنيا مية في المية ممكن ممكن ما يكونش كان سليم قوي بعد الاصابة اللي جات منه وما تعافها من الاصابة ما خدش وقته ان يجهز فني حاجة من الاتنين دول لان القراط دي من القراط اللي بيتميز فيها محمد الشناوي بشكل كبير جدا دوسوا ان هي كرة صعبة بس الشناوي يقدر يشارك بس قدرات من افضل الحراس الموجودة في افريقيا وحارس مصنف في افريقيا لأ طبعا ده محمد الشناوي لازم الحاجات دي بتاعته عظيم ناخد اللي بعده ناخد اللي بعد كده طيب ده ايه بقى تمام هنا ده الهدف التاني اللي جا فينا الناس كلها اتكلمت على ايه اتكلمت على حجازي والتاكلنج اللي عمله واتكلمت على محمد عبان عمل اللي ضغط على الراجل وماكملش للاخر واساب مكانه والناس قالت فين النن هنا اللي في نص الملعب اللي كان بيغطي ورا هتشوفو في الصورة انما محدش خاد باله من لقطة مهمة جدا الكرة دي ما اتقطعت اتقطعت محمد صلاح هنا بيلعب فين بيلعب في الطرف ولا بيلعب في القلب يبقى بيلعب رقم عشرة هو تمام عشان ما حدش ايه يكلمنا في الموضوع ده الحاجة التانية ما اتقطعت هنا الكرة كانت في استحوازنا ولا معنا ولا كانت مش معنا كانت في رجل محمد صلاح طيب مين هنا من اللتين اللي بيلعبوا تحت محمد صلاح المبطرد بنلعب بحمد فتح وبنلعب بالنني بيعمل الكفر على محمد صلاح عشان اما الكرة هنا تطقطع بالشكل ده يبقى احنا قفلين قلب الملعب بص كل المساحة دي احنا بنتكلم في مساحة كم متر دلوقتي على اقل تلاتين متر مش لقي حد في نص الملعب في مساحة التلاتين متر اللي معنا تحت محمد صلاح بيغطي هنا لازم يكون محمد منني هنا فوق ارجع باللقطة دي اللي تقطعت فيها من محمد صلاح الكرة محدش يتكلم عن ان الكرة تقطعت من محمد صلاح الناس كلها تكلمت عن محمد عبد الملعب الناس كلها تكلمت على ترزيجي على على حجازي تكلمت على السرعات تكلمت على جدا انه محدش يتكلم على ان الكرة تقطعت من محمد صلاح وان الكرة دي كان المفترض يبقى انني هو اللي فين الكفر بتاع محمد صلاح هنا في نص الملعب تمام؟ أمشي معي واحد أو إحدى كيف؟ معيك محمد حمدي فين؟ محمد حمدي هنا فتح الملعب مين اللي هيغطي ورا محمد حمدي؟ بص هنا طريقة اللعبة اللي هيغطي ورا محمد حمدي المفترض هنا إنني استرتبك ورا هنا ولا غطي ورا هنا في قلب الملعب أبقى قريب شوية عند الدائرة هنا لازم موجود هنا عند الدائرة ما ينفعش أغطي وأنا تحتي هنا أنا وغطي هنا وأنا سرت باقي أنا بلعب بتلاتة ولا بلعب باثنين بلعب باثنين تمام يبقى أنا ملعب باثنين وقدمهم اتنين تانيين اللي هو الحمد فاتحي والنين كان لازم النين يبقى موجود هنا عند الدايرة لو هو هنا عند الدايرة كان هيبقى قريب هيقدر يروح حتى ما تطقطع الكرة من محمد صلاح في المساحة دي يقدر هو يروح يعمل الكبر على محمد صلاح بالشكل كامل السورة يروح الصورة الراجل هنا لمس الكرة هي لمسة كمل التانية اللي هو محمد عبد المنعم هنا راح اوقف اوقف ارجع في اللي فاتح محمد عبد المنعم هنا سب مكانه وراح عشان يقفل على الراجل كان لازم هنا طالعما طلعت بما كان وده خطأ في الكرة ان انا ان انا سردبات هنا يفضل مساحة اللي خاصه بيه عشان يطلع يضغط انما ده مين اللي تسبب في ده مين اللي عمل المشكلة دي إنه ما فيش حد على الدايلة إنني بالإسم عشان نكون نواضحين عشان ما نقعدش نلصم المواضيع تبقى الناس شايفة طب شكل كويس خلاص؟ انت المفترض الطبيعي بقى هنا إنني أما خلاص الناس هنا قافلت محمد حمد لازم يخش الجوة إنني لازم يقفل لجوة عشان يخش لده يبقى إنني هو اللي أقرب للتغطية بتاعة محمد عبنعم هو اللي يخش الجوة ومحمد حمد اللي ينزل يغطي على الراجل اللي هافل ناحية التالية بالشكلة محمد حمد تأخر أولاً في العودة وإنني لو ضغط دلوقتي في نص الملعب هيقرب لازم يقرب على نص الملعب لجوة بالشكلة كان هو لازم محمد حمد ينزل هنا بسرعة لازم محمد حمد ينزل هنا بسرعة لأن الكرة ما تلعبت هنا هو خلاص مقدموه الكرة بقت في القلب يعني أنا النهاردة أما كمهاجم رايح قش للجن ولا أنا كمدافع روح أقفل القلب ولا فيه لعيب هيلعب الكرة على الطرف يعني هي اللي أصعب بالزبط كده عشان كده الخطأ مركب جداً في الجول ده طبعاً محمد حمدي في التأخر في العودة النني إنه هو مش هو في المكان المزبوط طبعاً حجازي له جزء بالتأكيد التاكلين البدري عبد المنعم إنه سام منطقته خطأ مركب جداً يا كابتن أه بس عبد المنعم الناس محملة الناس محملة عبد المنعم وحجازي الخطأ الكبير أنا شايف من وجهة نظري الخطأ رقم واحد كله يتحمله النني لأنه هو المعملش الكفر وراء محمد صلاح لازم كنت أعمل الكفر أنت موجود هنا بتلعب في الحتة بتاعت ستة عشان أعمل أغطي وراء الناس دي وإحنا معنا كورة أنا مش بتوقع يعني أنا نرى النهاردة رايح أغطي على محمد حمدي الكورة ناحية الشمال وكورة أصلاً في نص الملعب اليمين يعني هي كورة هنا عدة نص الملعب اليمين طب إيه اللي بيخليني أخرج كل ده عشان أغطي الشمال يعني لازم نكون إحنا عندنا رؤية في التحليل وعندنا رؤية في الناس كمل أشباب الصور عشان أريد أن أقول لك الحاجة مهمة جدا تمام فكمل بقى الهدف كمل هنا هنا خلاص هنا بقى شغل الأفارقة السرعات السرعات هنا خلاص هتفرق طبعاً حجازي من اللعبة الكبيرة جداً اللعب معي الأولمبيات وكان فارق معنا بشكل كبير جداً لعيب بتعتمد عليه بس ما ينقصه أو مش هتقدر في الفترة دي في الفترة دي بالأخص يعني إن إحجازي راجع من إصابة وإنه ما بيلعبش بصفة مستمرة في الدورة السعودية خلي بالقى لكم النواطسين دول مع أنه هو مش من اللعبة اللي عندها السرعات العالية هو لعيب كويس بس ما عندهش السرعات العالية حتى هذه اللحظة عنده خبرات كويسة جداً عنده نعم حتى هذه اللحظة لسه مش مقايد في الدورة السعودية بالزبط كده ولكن معهم في كساهم بلعب معهم فاس بالزبط كده إنما من اللعبة الكويسة جداً اللي بيعرف يبني الهجمات اللي بيشتغل برجلي كويس جداً اللي عنده زكاء في الملعب بيدير مباراة عنده خبرات كبيرة جداً إنما حتة السرعات مع الأفارقة ما تحولش تجاري الأفارقة مش هتبقى زيهم عادة يعني مش حجازي أنا ببكلمش على حجازي الأفارقة اللعيب المصري ما عندهش يمكن الوحيد اللي عندنا شكل الأفارقة في السرعات هو محمد صلاح مفهوم الوحيد اللي عندنا بالشكل ده وترزجيه بسراحة كان وترزجيه بس مش زي سرعاتهم طبعا كامل الكون هنا الراجل خلاص بقى حجازي عمل التاكلينج وإنني طبعاً ملحقش وعبد المنعم باع نفسه في اللقطة اللي فاتت فالراجل راح خلاص انفراد بالشناوي من بدري جداً طبعاً أنا اتكلمت في الحتة بتاع الشناوي بس مش عايز نفضل ندوس على الشناوي لأنه طبعاً خلاص ده انفراد كامل الراجل جاي بوشه من فراد كامل مش عايز ندوس في الحتة دي إنما اللي جاي للشناوي واللي جاي للمنتخب المصري هيكون أفضل وأتمنى أن مستر فتوريا يعيد رأيه إحنا يعني أنا بتوقع وإن شاء الله إن شاء الله إن المنتخب المصري هيكسب المنتخب الغاني وأنا بقول لك أهومان دلوقتي أممتش الرسل أقدر هو الأصعب في المجموعة كلها منتخب محترم جداً صح ومنتخب بيلعب بطريقة أربعة تلاتة تلاتة وبيعرف يعني إيه للناس اللي اتفرجت عليه يبني الهجمات بسرعة وفي أسرع وقت زمني وبيلعبه ككتلة في مساحة التلاتين متر من أصعب المنشاط اللي أني لعبها المنتخب المصري هنقدر نيكسب غانة هنقدر عندهم مشاكل كتيرة في خطة فاحهم عندهم مشاكل كتيرة في حرس المرمى بتاحهم ريشارد إن شاء الله نغير في اتنين تلاتة لعيبة على رأسهم لازم أبدأ بفتوح وارجع لطريقة أربعة تلاتة تلاتة وابدأ بفتوح وابدأ بمروان عطية عشان الحتة بتاعة القلب هنا ألعب بستة مروان عطية وزيزو إمام ومحمد هاني زي ما هو عشان نحافظ على فكرنا وشكلنا وزيزو إمام مع مروان عطية ومحمد صلاح وترزيجي ومصفة محمد لا سويني تاني أقول التشكيل تاني لا بالعكس ده أنا عايز أختلف معاك طب أنا هقوله تاني الشيناوي حجازي وعبد المنعم هاني وفتوح مروان عطية زيزو وإمام ومحمد صلاح وترزيجي ومصفة محمد حلو أنا مش اختلف على فتوح طبعا عشان فتوح كنا نقول برضو هم يلعب رغمين محمد حمد العيب كبير جدا وعظيم جدا وهو أساسي منتخب فترة طويلة مع فيتوريا بس فكة زيزو وإمام عشو اللي اتنين في مباراة غانا تبتلعب برضو مع منتخب قوي جدا وزيزو وإمام اللي اتنين ميلين شوية هجوميا عنها دفاعيا وتلعب بمرأة عطية بس بكدرات دفاعية في مباراة زي دي مش ريسك شوية مش مخاطرة شوية لا مش مخاطرة خالص سيداني بحس انه في المشكلة الكبيرة هتلعب بإمام يا زيزو واللي اتنين لا هتلعب بزيزو ناحية اليمين وهتلعب بإمام ناحية الشمال واللي اتنين عندهم القدرة ان يعملوا ده وشفناه كتير الاتنين مع النادي الزمالك مع زيزو مع النادي الاهلي امام في البطولات الافريقية وفي الدوري وفي مع المنتخب بيقدروا يعملوا الحتة الرجوع بسرعة بشكل كويس يغطوا مع الباك بشكل كويس بتهيقل بشكل كبير انه حيعملوا دوتو امام مع فتوح وهاني مع زيزو في التغطية وانه انا هخش في قلب الملعب هنشتغل في الحتة انا شايفها بشكل كويس حلو حلو ده رائد عظيم ده زيزو ناحية اليمين هجوميا مفيش اتنين اختلفوا على زيزو وزي ما حالك قلت كده هيعرف يعمل زيزو يمين ناحية اليمين هاني يخش في العمك ومعهم صلاح في القلب وبيعرف يعمل حاجة مهمة اللي هو ازاي يعمل التغطية ورا محمد صلاح ودي نوقت ماهنا حايل دفاعيا بقى انت نفسك وانت بتعرض اللقطات في الاول زيزو ما بيحميش بقولها لك باللغة بتاعت الكور ما بيحميش محمد هاني دفاعيا بس هجوميا هيساعد جدا ويساعد جدا وده اللي بيقلقني في المطشط الكبير عشان طريقة اللعبة اه اما تلعب باتنين دفندرات يعني اما تلعب باربعة اتنين تلاتة واحد اما تلعب باتنين دفندرات المهمة دي ما اصبحتش مهمة الطرف يعني ما اصبحتش مهمة زيزو زيزو هنا ما يقدرش يشتغل من التمنتاشر للتمنتاشر الملعة ده مية وعشرة متر مية وعشرة متر من الثمنتاشر لثمنتاشر من سبعين لثمانين متر ما يقدرش يشتغل في السبعين ثمانين متر ده دفاعيا وهجوميا صعبة استحالة إنما يقدر يشتغل في أربعين خمسين متر اللي هم بتوقع نص من نص الملعب أما يجي يدافع وهم يجي تحت محمد صلاح أما يجي يهاجم هيبقى بيشتغل في أربعين خمسين متر غير ما تتكلم في سبعين ثمانين متر موضوع صعب جدا فطريقة اللعب اللي بتحكم ما تخليش الناس تشوف أصلي زيزو بص إحنا جبنا وعلمنا وقلنا هنا زيزو سايب محمد هاني بس هو ما كانش دور زيزو ده كان دور النين كان دور حمدي الناس اللي بتلعب في الاتجاه مع الباك يعني كل واحد من الاتنين ستة اللي بيلعبوا كان لازم يغطي وراء الباك بتاعه وينزل يساعد مع الباك بتاعه واحد يغطي وراء الباك واحد يملى قلب الملعب ده الطبيعي في طريقة اللعب عوزي تجي تلعب باربعة تلاتة تلاتة لا الهنا الموضوع مختلف والشكل مختلف حقيقة ممتع حبيب ربنا أنا مشكولك والله حبيب يا كريم يعني أنا بعض هنكوشك كده عشان نفضل لا انكوز زي ما انت عاكس عشان نرد على الأسئلة اللي ممكن هو حد بيتفرج يسألها فهي الجد بس إن شاء الله هنبارك لمنتخب مصر على مبارات غانا إن شاء الله نبارك له ونبارك له على منتخب راس الأخدر الماتشينيوم الخميس والاثنين ونتصدر المجموعة وان شاء الله المنتخب المصري في المبرار النهائية عارف ساعات بنقفل كده وبنكتاب وبنخاف بس دايما أنا قلت مبارح كده في الانترو حتى إحنا بنعشها المعاناة إحنا بقاش تيجي بالساهل ما بقاش كده اللي هي يا ساهل آه اللي هو جاينا مزوم بيك هاي وحنخلص المجموعة بدري بدري ونكسبهم 3-4 كده ونبدأ كده نبقا عايزين تعالوا كمان ونسعد أصلا يعني عشان فيه توالد كمان لا إحنا هنحب المعاناة كابتن أسامة دايما بتشرف ودايما بتنور أنا سعيد بيك جدا ومشكرك شكرا جزيلا ربنا أخليك يا كريم أنا اللي أشكرك جدا يعلم بحضراتكم مرة أخرى دايما قبل ما بقدمه بقول إن إحنا كان عندنا باكليفت جمد جدا في مصر راجل ده واحد من أبطال برونزية كاس العالم آه 2001 مع منتخب الشباب طبعا المنتخب كابتن شاوي غريب وقيت أول مداليا وآخر مداليا لأي من منتخبات مصر في بطولة عالمية احتراف خارجي في فرنسا في ستراسبورج مع النادي الأهل يقدم مباريات عظيمة وكبيرة جدا فيه لعيبة كده دايما عارفينتوا جملة الشهير اللي بنقولها دايما إن هم كانوا underrated يعني إيه يعني ما خدوش حقهم قوي آخد حقه في جيله بس ما خدش حقه قوي يعني هو كان لعيب رائع جدا كابتن الكبير كابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهل هو منتخب مصر للأصبك كابتن أحمد منور الدنيا ربنا خليك كريم طبعا سعيد المبسوط معك معلش تأخرت شوية عليك بس إنت أخوي يعني بحب أخليك آخر حاجة اللي إنت أحلى حاجة حبيبي شرفني أخبرك جيد كله كويسة كله تمام والله الحمد لله لازم هبدأ بمنتخب مصر لازم بس شوفتك زعلت أول موضة لا والله أنا كنت مبارح يعني أنا كنت كنا زعله كنا محبوطين مبارح أكيد طبيعي جدا كمان يا كريم لما تقابل فرقة التنصنيف بتاعها 166 على العالم وكمة تسوقية بتاعيتها 25 مليون يورو وإنت عندك صلاح لوحده 65 مليون يورو فدي صعبة جدا لما كنت عندك العناصر دي كلها أو عندك الحلول الموجودة مع اللعبة دي والإمكانيات اللعبة دي كلها وتيجي في الآخر تجيب يعني المحصلة بتاعتك يعني حتى بنجيل نكلم على المطش في الآخر المحصلة بتاعتك أو الهدف اللي جايبك مفيش خطورة لكرة واحدة على الكورتين فدي دي عندك صعوبة بشكل كبير جدا بتتكلم حتى على الفرقة الخصم بتاعك بقولك صلاح فرحانين اللي هما بالعب ده محمد صلاح ده ملعيبة دي كلها وتبقى الحماس اللي عندك أو القوة أو البارن عندك ميجيبش خمسين في المئة مبارح فدي طبعا بتحزن بزات إيه اللي حصل بقى من وجود نظرك يعني تفتكر أنت بقى أنت لعيب رجلك في الملعب ولعبت مباراة كتيرة مع المنتخب ولعبت مباراة كبيرة مع النادي الأهلي إيه اللي حصل من وجود نظرك اللعيبة كان ملهى إيه الحالة كان وفقين هو بصا لها حتى تصريح مبارح هم مشقين يعني هو بتتكلم أنا جاي لإدارة مبارح مستر فيتوريا للقاء كانت زيره أنا قلت زيره واعترفت قلت الناس كلها حتى تصريح بتاعي نازلت منه على مواقع يعني نازلته وناس أشهدت باللي هم نتكلم فيه أنا والحاجة المسؤولية المسؤولية على المدير الفني لازم تبقى هي أنت القائد أنت الموجود أنت اللي بتدير الناس دي كلها فطبيعا اللي كان المشكلة عندك أنت لما يكون عندك خلل في الملعب مش هزبل حد ما يوصل 60 دقيقة أو 65 دقيقة أو 70 دقيقة أنت أول 5 دقيقة أو أول 3 دقيقة بالزبط أنت عجبت جون مفيش أحسن سيناريو أحسن من كده صحب عديا ونص بالزبط سيناريو مفيش أحسن من كده أي حد يتمنى كده الفرقة دعني هتدوس بقى 2 و 3 وبين شخصية منتخب مصر إحنا مبارح كان عندنا خلل كبير جدا نجرينا نتكلم عندك خلل في خط الدفاع بشكل كبير أنا مع احترامي أنا كنت شايف حتى كنت أتكلم من فترة ياسر براهيم لازم يكون متواجد في منتخب مصر ليه؟ ياسر أكتر واحد ممازل فترة فاتحة خلي بالك ياسر فترة فاتحة مع الناد لألي ممازل عبد الميناء عبد الميناء ماشي وصل للطوف فورم بس ياسر بقى أقوى دلوقتي ياسر بقى يعني بقى قوي جدا بقى عنده زكاء بقى في الناد لألي بقى عنده خبرات تبتتكلم على محمد عبد الميناء بالعيب كامل بس محمد عبد الميناء ممكن غلطة منه وتجيب هدف تفهم إزاي فدي النقطة اللي أنا كنت شايف ياسر اللي دواجد بالذات أنت عندك حجازي الحجازي اللي رصيد مع متخب مصر والعيب مميز بس رسه راجع من أصابة طويلة الواحد أنا عملتها ستة شهور اللي هي الرباط الصليبي بتاخد وقت ورد فعلي بتاعك حتى سريع يعني رد فعلي بتاعك بيبقى وطيق شوية مش نفس السرعة اللي موجود حتى مبارح شفنا الكرة التانية اللي التاكلينج اللي اتعمل لأ الراجل شفت اللي ستارت عامل إزاي فده بنتكلم فيه في حاجات كده ما ينفعش ما ينفعش يتغامل فيها ليه انت بتلعب في أفريقيا أفريقيا كلها بتتميز بالسرعة والكوة دو مولودين بيهم يعني أي حد عنده كوة وصرعة ما تقدرش تعمل فيهم حاجة أنت بتنميها بس هي هو مولود بيها ازاي فهو مبارح بس أنا حط نفسي مكان فيتوريا كابتن أحمد وحط نفسك أنت كمان مجان فيتوريا أنا عندي أحمد حجازي اللعب اللي عنده واحد من أكتر لقابة اللي عندها خبلة في منتخب مصر وعندي محمد عبد المنعيم اللي هو كان في البطولة اللي فاتت أفضل مدافع في البطولة ومشي بشكل رائع جدا مع النادي الأهلي فهل مش من الطبيعي أن أنا هاختر حجازي وعبد المنعيم أول اختيار أنت خلي بالك دل وحنا بنتكلم في الطبيعي بس أنت بتتكلم حد جاي من قصبة من فترة طويلة أنا بنتكلم حتى حجازي مع التحاج جدا في البطولة التعكس العالم الأندية مستوى خمسين في المائة جينا نتكلم حتى مع الدولة من النادي الأهلي كان الموضوع مختلف المشكلة اللي بقالها فترة مع منتخب مصر خط الدفاع أنت جاي فترات جايب المعسكر جاب علي جبر وراح جايب مرة أحمد سامي فأنت عندك مشكلة عمال تجيب ويجيب مثل ياسر إبراهيم مثلا معسكر ووسما جلال طب أنا عايز أقول لك الحاجة يعني ووسما جلال إزاي أنت تعتمد عليه وجبته وراجل بقاله فترة وكانش بيلعب مع بيرمز فأنا فيه فيه اللغراتمي موجود في الحتة دي أنت عندك مشكلة بين واضحة الناس كلها في الحتة دي أنا ممكن على الأقل كنت أحسن يعني جيت أكلم أو أحسن اختياراتي اللي موجودة الراجل يجلي في الملعب زي ما احنا بنكلم انت جيت هنا في مركز مثلا حطيت مثلا محمد حمدي بتاع باكلفت بتاع الموجود بتاع بتاع بيرمز لعيب مميز صح انت جيت حطو ديتو حقو ليه عشان الدوري والحاجات اللي هو اشتغل فيها المتشات المشغال مع بيرمز فيها بشكل كويس تمانت عندك نفس الكلام ويحللك الحتة دي ومكابل انت بعبتش فتوح رغم ان هو اللي عنده خبلات اكتر مع منتخب مصر عشان ما بيلعبش بقاله فترة برافو عليك انت قلت انت في اماكن بيتميل فيها لحاجة معينة واماكن تانية بتروح عامل ايه ما فيهاش عدالة بتدي برضك اللي انت ايه حسب اختيارك انت انت المسؤول في الاول اختيار بس انا بنتكلم في الفنيات بنتكلم في الشغل اللي هو جوال ملعب الاصر على منتخب اداء منتخب مصر انت بتتكلم في نص ملعب عندنا مشكلة وهم المكانين انت عندك التلات مراحل انت عندك خط الاول خط البناء بعد كالتطوير بعد كالتنهاء انت عندك مشكلة في خط الدفاع بنتكلم على عجازك هاتموجود الخط الثاني في نص ملعب عندنا فيه مشكلة انت بتتكلم انت مش عارف تحط انني او حط مثلا حمدي فتحي او حط مرهان اعطيها انا كوجهة نظري انت لازم مرهان اعطيكم مجوت ليه ليه يا كريم عنده كاز السبب اول حاجة راجل رجليه في الملعب زي ما انت بتتكلم تاني حاجة وصل للتوفر من الفترة فات مع الناد الاهلي بشكل كبير جدا خد احسن لعيف في كاز العالم الاندية فجع عنده باور وعنده قوة وعنده ثقة في نفسه اللي هو في الحال تري قدر يشتغلك فيها كمان انت عندك ففروكي عايز حد بلغة الكرة كده حمدي فتحي فيه تحفظ انا فيه تحفظ كبير على حمدي فتحي ليه بقى حمدي فتحي مع احترام الدور يعني الدوري القطري لا هو نزل 50-60% عن الملوجود في الناد الاهلي تبص حتى تكوين الجسمان بتاعه حمدي فتح هتليه تحس رأي زيت حمدي فتحي حتى في القوة حتى والسرعة مفيش مباري حتى الكرة اللي تصالحي طلع الثمانتاشر وقع الرد الفعل حتى ما الكاميرا بتيجي عليه بيبقى 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 كرش النفس فبكلمك مهما موجود في دوري يعني كل دوري بيخلي اللعيبة الانطباع بتاعها أو القوة بتاعها بتيجي من طريقة الدوري صح عندك الدوري القطري محترمنا لي الدوري يعني بطيق لو تلعب بالرتم بطيق فحتى لو حمدي ما نفسك فيه مش قوية مش مش مطالب مش دخولات قوية حتى لو بيجيبوا اللعيبة حتى بيجيبوا اللعيبة باسماء عالية كبيرة كبيرة جدا بس اللعيبة كيكون بطالة يعني أو موجودة هي بتاخد بس ايه بتاخد الشو فانت عندك حتى الرتم بتاعهم بطيق جدا الرتم انت ممكن نلعب ساعة وانا واقف ما نتحركش مكاني فحمدي مبارح حتى مش هو حمدي بصراحة لا خالص انا بكلمك عظيم وكبير وراع بس مش هو انت عندك مبارح ست سبعة لعيبة في الملعب عندهم مش كلا انت بتتكلم حجازي موجود مبارح كان صعب جدا بتتكلم على على محمد حمدي مش هو ده محمد حمدي حتى ما عمانش لكروس واحد اللي هو بتاع الهدف الاولاني بتتكلم على انني مش هو خالص بتتكلم على حمدي فتح مش هو خالص بتتكلم على تريسجية مختلف تماما مبارح مفيش حاجة محمد صلاح على فترات ومش هو خالص محمد صلاح الوحيد اللي بيحول على فترات مثلا بنتكلم هو مصطفى محمد كان هو يعني هو العلامة المضيئة مبارح هو العلامة المضيئة مبارح بالذات انا حتى رأيي مبارح ما كنت بكلم بحل الماتشات يعني ماتش مبارح مصطفى محمد اكتر لعيب في الدور المصري او لعيب مصري تطور بشكل كبير جدا صح ليه مصطفى محمد طالع من هنا كريم بلعب بدماغه بس انت عارف انا بلعب مثلا انت طبيعي كابت محمد رمضان وايما انشاوي صح اللي هم الهدرز جواد 18 بص مصطفى محمد لما ساعت ما وصل في نانت السنة اللي فاتت لو جنا نتكلم حتى عشان انا متابع كويس للدور الفرنسي بوشوفه على طول طبيعة الحال اه فمصطفى محمد السنة اللي فاتت جايب 6 جوان او 7 جوان السنة دي حتى في لسه من 10 مطشات او 12 مطش جاب قدهم جاب 8 جوان او 7 جوان 7 جوان ايه فيهم تنوع مصطفى محمد كان بلعب هيدرز باس الوقت يبقى الفاولات حتى بتاعت نانت حتى بيجيب الفاول بيجيب من الفاول جود صح بتتكلم اللي هو انبارح الفرصة الوحيدة اللي جات من تخمص خلقها اللي هو الاستنان بالشطة يعني جون صعب جدا ودربة الجزاء من عدم طبعا دخل دجله من عدم يعني دي خبرات كلها مصطفى محمد الكلم ده تطوير اللي هو راجل اللعيب بيتطور نفسه وبيشتغل على نفسه بشكل كويس صح بس انا بتكلم مبارح انت عندك فقط السيطرة الشوط الاولاني حتى وانا بتكلم السيطرة فقدناها بشكل كبير الفاعلية عندك انت حتى انا استحواز حتى ما يجيب الاستحواز انا قلت الاستحواز ده مش مزبوط استحواز مبارح المزنبي كان اعلى مننا تعندك فرقة كريم بقالها 20 سنة ما جابتش فيك هدف تيجي مبارح تجيب لك هدفين في خطة فاعم عندهمش القوة ده حتى راجل احسن العيب في الماتش اللي موجود ده راجل متجانس يعني مش نفسه هسألك حاجة ايه الاخطاء اللي ينفع انتلافيها ان شاء الله في المباراة اللي جاية قدام غينا عشان نزهر بشكل كويس محتاج التشكيل يبقى عاملة ازاي محتاج طريقة اللعبة كمان تبقى عاملة ازاي هو خلي بالك لازم يطور ولازم يغير بشكل كبير جد لازم بالك مفيش حاجة اسمها بقى العيب ده لسه احتياطي ولسه هيفرق معايا لا انا الماتش جاي صعب جدا انت تلاقى حتى النهاردة تصريحات ايوم ما كان بيتكلم النهاردة بلك عندنا الشجاعة والقوة هنقابل منتخب مصر فان الموضوع مش سهل حتى لو نكلم على غانا ترتيب او مستوى تالت ونماطش مبارح حتى كم يعني راس لاخدر مبارح كانت عملت ماطش هايل هايل واناقول لك الفرقة دي صعبة جدا وغانا جايلنا برضو زي ما بيقولو كده قتيلة يعني هو كمان هو كمان عايزت تلات نقط بالزر اما انت دخلت نفسك مبارح في حزب حزب برمى انت تخليت الدنيا عمر كمان عبدالواحد لازم يدي تجيله ولازم نشيد بي المطش اللي فاتت عم بارح لو جيت تتكلم انا احصائية كنت بعدله عمر كمان عبدالواحد نزل ربع ساعة عملك سبع اوفرات يعني في ثانية يعني انت تتكلم على محمد هاني مسوفناهش خدد سكفي تفصيلة في عمر كمان عبدالواحد مش شايف خدت بقى لك منها ولا لا ان فيه كرة كتيرة وانا بفرج على الموبراء هيجاي على يمينه يرفعها عادي على يمين وخارج بيروح عملها وعملها على شمال فبقى كنت اعمل اقول له ليه جدا انت عدلتك جاي على عدلتك ما انت تخلي بالك زي ما انت تتكلم فيه نقطة هو رجل عارف اللي هو عمر بيزقه ويجري وهو سريع فممكن بيقفله دي فهو بيعملها بقى على ناحة تانية الارتكاز هي دي بقى فاسوبة في حاجة هي بتبقى سهل المدافعين معينك انت اللي حاولت عملتها قوية بالمدافع وش اللجوم ممكن دخلها في نفسه قوية دي هتجي بيمينك اه طبعا هو كده بس انت بتتكلم ممكن يكون قدامك حافزك فانت بتحاول تطور او تشغل بشكل كبير بس احنا بتتكلم في الناتج نفسه عمل ايه انا بتتكلم محمد هاني ما عملش مبارح حتى اداء خالص احنا بتتكلم حتى كان فيه نقطة ضعف انت بتتكلم 3-4 كيوة الرشوت الاولاني رجل اللي هو رجل انت تماني اللي هو رجل اللي جاب اقول الاولان اللي بيهي درس ده كان عمل مسلم بس انا بتتكلم بقى كابتل لحمد المسلم المدرب هنا مش اللاعب انا حسيتين محمد هاني مبارح لوحده يعني ايه لوحده ففيه لاعب في النص بيسنده ولا اللاعب اه جناح بيسنده هو دايما كان بيتروح عليه بيتنين لعيب على اقل فحسيتين انه محمد هاني مظلوم اكتر من ظالم اللي هو طب انا حعمل يا جماعة. لا هي بانة محمد هاني ليه عشان محمد هاني كان عنده لعيب مميز. اه. طب بتتكلم من ناحية التانية بتتكلم عن ناحية التانية اللي كان موجود فيها تلسجي. تلسجي مبارح مثلا تلاتين في المائة مستوى يعني عمل عمل كورتين تلاتة كان شكله ها شوية. اه. بس انا بنتكلم محمد هاني مبارح هو تحس لو هو مستغرب او 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 مخدود. اه حتى الراجل انا انا كراجل باك لازم بقى في البره. عشان حتى الراجل لما يخش يخش جوه الملعب يلاقي زحمة. اه. يعني يخش جوه الملعب. الراجل كله مرة بياخدك بره. بياخدك بره. تمانا يقفل له بره. صح. فبكلم احنا كان عندنا مشكلة مبارح. الخطوط بعاد جدا. فبنتكلم بقى النقطة التانية لازم انا الديفوهات دي مزبورش اكلم حد اديها سبعين او تمانين او شوط اولاني. انا لازم اقتلي سيطر ع نص الملعب. ماخدليش اراد اديله اديله السيقة و اديله القوة ليرجع تاني. انا بكلمك لا انا زم عمر كبان عبدالواحد يشتغل. تمام. بتدي انا ياسر ابراهيم لازم يكون موجود. ماشي. اه. فاتوح. ماشي. بتكلم انا المران اعطيه. هنا بقى المشكلة انا العب اتنين. العب انا العطيه. والعب بحمد فتح. الاتنين ست. الاتنين ست. اه. انت هتلعب انت عندك المطش امبارح اللي انت بعدكش يتحكم في نص الملعب. اه. تلعب بالاتنين ست. اه. وتدي قدامهم امام عشور. انت خلي بالك امبارح. فتوريا عمل حركة غريبة جدا. هو لعب تلاتة لقدامانين ما عندكش مشكلة. بس وضى صلاح فين. تحت المهج. في النص. اه. هو صلاح خطورته فين. عالجناح. عالجناب. يعني صلاح خطورته لطرف يميل لطرف شمال بيشتغل حتة اللي. يعني هنا لهنا. وهو على الناحة التانية كمان عاليمين. اقوى عشان بيقدر بيعمل بكرة بيقش بزي بليفربول بيحط في زبال بعيدة. صح. فانت مبارح سلمت صلاح. بالذات هما كمان عندهم رقابة الف في المية على صلاح. سلمتوا في نص ملعب. ورحت جايب زيزو مطيره عالطرف. وزيزو مش بتاعش. يعني في الحية التانية برضك مش نفس الزيزو بيلعب مانات زمانك حر. يعني زيزو اصلا الرجل بيديله الملكة اللي هو بيشتغل هنا بيشتغل هنا بيشتغل هنا بيشتغل هنا. يعني زيزو حتة في نتزة ملك بياخده كرة من تحت بيبتري يشتغل ويعمل ضب البص وبيشوت. فانت مبارح حجمت ازيزو في الحتة دي. يبقى خسرت ازيزو صلاح. لا انا خلي صلاح زم هو موجود في مكانه. وبتري اطور. ميه من مبارح حتة بنيجينا نتكلم على الماء معشور. بشكل نزل فوقتة صعب جدا. ربع ساعة التعامل مش بص مش مويزين. بس احنا بنتكلم لما بتريد تنزل لعبت الكرة بشكلك اختلف. يعني هبنتكلم لازم تلعب ادامه معشور وتلعب بحمدي فتحي. وتلعب مره نعطيه. تمام. دول اتنين. ومثلث الامامي ما عندكش اختلاف. عندك اه اه. صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. انا شايف عمر مرموش ليبتدي. مش تلزيه. لا عمر مرموش. اه 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 شايف عمر عنده ميزة كبيرة جدا. يعني شوفنا تريسجيه انا بحب تريسجيه جدا. بس تريسجيه مرح ما اديكش الانتاج او السرعة. يعني تريسجيه كان عنده حتى وكرة وشو عفة معاه. عنده كوة بيجري بيجري كتير. تريسجيه مرح مش قادر. يعني منتكلم فترات الدنيا صعبة بالنسبة لها. سأقولك حاجة على عمر مرموش لو انت كمان متابقى في الدول الالماني. اللي بيقللي من عمر مرموش ناحية الجناح انه في انت راخت ما بيلعبش جناح. بيلعب بيلعب تسع. اه بالزبط. ما انا بقولك. فبقى بقى لا من فكرة انه لما بيجناح الناس حتى هنا في مصر بيلوموه. يا عم لا تريسجيه حسن منك تريسجيه بيعملها حسن منك. بس ده مركز تريسجيه. مرموش انا مبلعبش كده مع في الايتي. انا معاك. بس انت بتتكلم هو ممكن خلي بالك اكون مجبر في المكان دوت ولا يلعب في الحية التارية عشان ما فيش حد. وخلي بالك مرموش عنده حاجة حاجة قوية جدا اللي هو الاستارة الاولاني سريع. اي بقى. يعني استارة الاولاني سريع ده بيخطف اي حد. فمرموش لما في دارة المانية بتعمل كده بيضح دايس حاط راجل في داره وخلص خلصت. فاحنا بنتكلم انت لازم تريسجيه مبرح ما عمدش حق خالص. فلازم على الاقل اطور. ولازم كون حد عندي بيروح بالكورة عنده جراءة. احنا مبرح ما عمدش عنده جراءة خالص. انا مبرح استغربت محنا مش عارف رأيك فيها ايه. في وقت كنت مقفلة خالص بقى هم يقفلوا جدا ورصوا اللي ايه بقى وره. خدوا السكة بقى خدوا السكة. اه. قلت ايه انا انا كريم ده رأيش. قلت ده وقت بقى مستوى فتحي. ما تدي مستوى فتح يعمل لك واحد اتنين كده يفكلك. انت محتاج واحد بقى مبتكر شوية واحد كرياتف يفكلك الزحمة دي. ما هو ده اللي انا بقولك عليه ده كان ممكن من دن التغيرات اللي موجودة مبارح. انا حتى استغرفت مبارح على التغيرات. عشان كده بحمل المسؤولية على فيتوريا. انت تغيرات مبارح. انت انت غيرت. تريزيجيه. يعني تريزيجيه هو مبارح ما كانش ممكن هو. تريزيجيه ما يطلعش. يعني تريزيجيه كانت الدنيا مختلف. ازيزو تاهي في المكان ده مش مش مؤثر. فانت حاجة بجريء بيحط الكرة بشكل كويس. تاني حاجة ماشي مع برمز بشكل هايل. فانت لازم اتديره بقى الماتش زي ده كده خلي بالك اللي كمان انت بتلعب موزنبيك يعني بتلعب على هجمة مرتدة. ايوه. فانت لازم حد بيلعب ويروح ويلعب مع الكرة يعني بيبتري يشحرك الناس. فانت كان نقصك الحتة دي. انت كان عندك خلل كبير جدا من نص الملعب لحد الحتة الانمية. مصطف محمد لوران بارح كان بيجري وعنده القوة وعنده السرعة وكلام منه. كان ينتجه ويبقى زيره. يعني حتى الهدف اللي احنا جابينه. هدف يعني عادي جدا اللي هو هو اللي محاول فيه هو الجبن نفسه. هدف فرديا اكتر منه جماعي. ما فوش انت كروز باست عمل صلاح قلش. يعني اي حد خلاص هيروح عامل ايه. هنزل الرجل تحت اللي فوشه. مصطفى محمد هي اللمه بشوته خلاص. اللمه بشوته الجون خلاص. فدي كلها يعني دي مهارة فرود لوه في البوكس موجود. عشان. بس احنا بنتكلم بعد كده انت كنت ممكن نفنش بشكل كويس. طب احكلمك بحاجة اوسع شوية واعمق شوية. مع كالوس كروش احنا وصلنا فاينر كاس الامر الافريقية. مع هيكتور كوبر احنا وصلنا فاينر كاس الامر الافريقية. ايام الكابتن محمود الجهري احنا وصلنا كاس الامر الافريقية. ودايما بستسني الفترة اللي هي بتاعت ستة عشرة دي. ايه. عشان فترة استثنائية في جيل واداء وكل حاجة. ايه. بس احنا منتخب دفاعي. يعني احنا مفهود ندافع الاول وبعد كده نشوف موضوع الهجوم دوت. عشان احسنت مبارح ان احنا مش مهتمين بالدفاع. احنا مهتمين بالهجوم. لا عرفنا نعمل دي ولا عرفنا نعمل دي. هاي مفهود نلعب بحرس دفاعي اكبر في المباراة اللي جاية. ونشتغل على تحولات بشكل كويس. لا احنا مش منتخب دفاع. انت الادوات اللي عندك ممكن تنفذ لك الخطة اللي انت عايزة. اي مدير فني بيجي بس انت لجلك المديرين الفنيين كانوا موجودين مع متخب مصر او عملوا نجاحات شوية. كان عندهم الادوات اللي تنفذ لهم الشغل ده او الشخصية او الهوية اللي موجودة. تب تتكلم على كروش جيه فترة معاينة كانت صعبة جدا للدور مقوف ودنا كانت مش مش احسن حاجة. بس تطلع من اللعيبة اللي موجودة احسن حاجة عندهم. ليه؟ وصلك على الاقل احنا بنتكلم في الماتش اللي اولاني اتغلب فيه. احنا نكلم فيه. المتخب الناجين. انها جيرية اتغلب. بس بعد كده بترى المستوى التصاعدي بترى يعلم كرفي بيعلم بشكل كبير جيل. وبعد كده وصلك كاس عالم بترى ما ياخد وقت شوية اللعيبة بتاخد على الفكر بتاعه والشكل بتاعه. انا انا شايفها ليه ميزة. انا المدير فني عندي ميزة اللي انا تتغل على الناس اللي عندي بشكل كويس. بدي تتكلم على كوبة برضا جي فوقت من وقت الناس كلها بتتكلم بتهجمه بس هو هو صح شايف اللعيبة اللي عنده صح. انا بتتكلم من بارح انت الانطباع او اللعيبة اللي مبارح في الملعب بديك الاحساس اللي انت مش هتجيب حوض الجون اللي حتى لعدنا بعد يعني يعني مئة ساعة يعني تفاهم ازاي. حتى ضربة الجزاء الفوري اللي جات من عند ربنا. انت لو هي ممكن تحسر فاول على مصطفى. بس احنا بنتكلم اللي جي عندي ربنا. فانا بتكلمك هي كل واحد ليه الشخصية بتاعته او الطريقة بتاعته او اللعيبة اللي عنده. عايز اقالك تحديدا عن فتوح ومحمد حمدي. حتيتك بقى. اه. ايه اللي اختلاف بين فتوح وحمدي فتحي. يعني ده عنده امكانيات كويسة وده عنده امكانيات كويسة بس مختلفين في ايه. اه في حاجات كتير. اه. انت بتتكلم فتوح انا فتوح كان لعيب كرة. اه. عنده الفنيات او او المهارة عالية غير حمدي. يعني فتوح كرة تحت رجله جميل. تبص على لعيب لعيب متكامل. كويب عدي بكويس بيشتغل كويس في حماكن الدقيقة. عنده حلول. بس عنده مشكلة. فتوح ما بيروحش واحد دد واحد ويعدي. يعني مش من نوعية لو مسا يعمل مشوار ويجري ويعدي زي ما احنا كنا بنعدي ويروح عامل كروز باصة وهو بيجري. لا. فتوح متحس بنتزة مالك. الفترة اللي كان بيشتغل فيها. الانتاج بتاعه مش قوي. انت فهمت ازاي. اه. حمدي عنده اللي هو الباك. اللي هو بيجري وبيعمل وانتو. وبعدي على طول. عنده النفس. عنده الباور عنده شغاله على طول. فدي المشكلة اللي تفرق. اللي بين فتوح. اللي هو فتوح بلعب هو انا ايه. بلعب انا واقف. تب عارف انت ازاي. يعني مسلا انا لعب وانتو. انا واقف مكاني. ملعبش مسلا زي ما احنا كنا بنوصل لخط واعمل اللي تحت. واعمل كروز باس على الزاوية التانية. فدي دي الفرق الما بينه. بس انا وجهة نظري. انا كنت شايف لازم كان حدي بقى مع مع الاتنين دول كمان. انا كنت شايف شكري مع في السيراميكا كان لازم في الحتة دي كان يبقى. مع الاتنين؟ اه طبعا. مع عشان بقى. او او على الاقل ما يبقى ممكن اقارن بقى. انت شايف انا شايف اللي هو انت شايف مسلا عندك فتوح اللي انت مقتنع بفتوح. الف في المية بقى له فترة ما بيلعبش. كنت لازم على الاقل يا حد يبقى عنده عنده القوة وعنده الصراوة وعنده الحاجات دي كلها. كان يبقى مكان فتوح. اه طبعا. اه. لو لو انت لو انت مقتنع بمحمد حمدي. انت لازم انا مش ينفه اخه التلاتة. بس انا لو مقتنع بمحمد حمدي الف في المية. خلاص يبقى لازم شكري كان يبقى موجود. ليه بقى? انت مش هتفضل وقت لسه ما عندكش لسه هتبتلي تتمرن وتتجهز والكلام ده كل لأ. انت اكيد فاهم ده كويس اشي انت اشتغلت كتير مع منتخبات مصر. الخبرة اكيد هكابتر احبب بتفرق كتير يا محمد شكري طبعا وانت مش نختلف انه مقدم اه موبارات كويسة جدا. بس انا معايفة التوح اللي شارك مع منتخب مصر تولد الفترات بس وقته ده كريم دلوقتي وقته اللي انت احنا بكون كل شهر او شهرين اللي هي بيختلف. اه. اولوقتي الحالة بتاعتي ايه? انت خلي بالك معلش اللي عمل حركة دي مين اول احد? كابتن احمد الجهري. مع مين? مع ابراهيم سعيد. ماتش نبيبيا اللي هو بس ده ابراهيم سعيد وكابتن جهري. انت فاهم ازاي? عشان انا وصك في كريم مثلا الف في المية هيكسبني. عشان كده كان بيجيب ابراهيم ويبيمرانه الصبح وبعد الظهر وكان بيموته. ابراهيم كان موقوف. صح. ونزل ماتش نبيبيا مين اللي جابلك الجن. ابراهيم. فاحنا بنتكلم في نقطة. اه. لازم يكون انت جواك. وانت عايز. انت فاهم ازاي? انا بنتكلم. لقتي. انت عايدو احتياطي. انا اعمل بايه? لما ابدأ بيه واشتغل بيه? صح. ويديني حتى المخزون البدني بتاعه تلاتين خمسين دي. شو طلق قريني كله? وبعد كده بتري اطور. يعني اعدل في الشكل. لما ما اخدوش خالص? انت فاهم ازاي? ما انت برضك عندك علامة استفهام كبيرة برضك في اختياراتك. بس احنا نتكلم احنا. احنا بنتكلم بقى الادوات اللي انت اخترتها. صح. فانت لازم بقى تحافز عليها. بس حافز عليها ايه? اخو دي الاول بابدأ بشكل كويس بمسلا بفتوح المطش جاي لازم لازم يلعب. لازم يلعب. يعني على الاقل يعني يديني حتى شو طلق قلاني. حد يقولك انه بس لفتوح قدراته الدفاعية مزاي محمد حمدي وغنة سريعة وغنة قوية وغنة. ماشي ما انت انت هتعدل بقى. انت لازم هيكون عندك بقى بلعبر وفتوح مينة. هتلاقي محمد عبد المنع. لا هل انت اصلا شايف ان فتوح قدراته الدفاعية ولا ايه فعلا? مش احسن حاجة. بس 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 احنا بنتكلم هجوميا. فتوح اعلى من حمدي. دفاعيا حمدي اعلى. هتفهم ازاي? عندي توازن. لازم يكون عندي توازن. ده يش يديني احسن حاجة. وده يديني احسن حاجة هنا. بس انا بتكلم. لو البدني بتاع فتوح شغال بشكل كويس. هيداري دي. ليه انت عندك في حتة في نص ملعب. لو مسلا مروان ولا النني ولا حمدي في حالته. ولا مسلا عبد المنع موارف حالته. هيغطى على الراجل ما عندكش مشكلة. ما عندكش مشكلة. بس انا بنتكلم. يعني تطوير المجود اللي عيبها من لازم تقوم مجود. صح. حظ الوحش اللي هو في حالات عنده في الفرق الناس اللي اختيارات القائمة اللي خادها. مش فيها مش فاحسن حالته. يعني انت في اختيارات تانية. بتتكلم مسلا حدة راس حربة لازم على اللي يكون معي حد تاني لو مصطفى وش موافق. شريف يكون موجود. ما. احنا مبالح شوفنا احمد حسن كوكا. انا شاف اللي ربع زالة نزيلها مالما السكورة. هو اللي مش كورة بتاع ضربة الجزاء. طيب. طيب. انا بنتكلم بردك. يعني حلو. ضربة جزاء. جميلة ضربة جزاء كابتن رحمة عايزة. هنكمل عليها. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نواصل خليكم معنا. يا عرم بحضراتكم مرة اخرى لسه بشرفنا من قران الكابتن احمد ابو مسلم. كابتن احمد. عايز اسألك على حاجة بقى نفسية ومعنوية. انت لاعب كنت بتلاعب مسلا في مباريات خارجية بتلاعب في بطولات مجمعة وبتبدأ تسمع انتقادات وهجوم الناس وزعل الناس. انت بقى كلاعب وانت برا مصر. تعامل مع ده ازاي? متداخل على المباراة مهمة. لا طبعا لازم تفصل. ايه. لازم يكون عندك عقلية احترافية. انت خلي بلاك برضك لجانا نتكلم يا كريم الناس اللي موجودة كلها لعبت في دوريات كبيرة. اتبتتكلم صلاح. طبعا. بتتكلم مع صلاح. بتتكلم على ادريسجية ولا النني ولا بتتكلم على مصطفى. طبيعي ازما انت الناس بتشيط فيك. بتشيط بيك وبتديك باور وصابورت بشكل كبير. وقت اللي ما يحصل فيه اي دروب لازم ناسك هتوقف تتكلم. ما ينفعش. انت خلي بلاك منتخب مصر انت واخدها سبع مرات. فانت بتتكلم الناس كلها عامل ضغوط عليك. منتخب المغرب احسن منتخبات تواخد رابع العلم. بيتكلم اللي هو عايز منتخب مصر يقول لك المرشح الاول. بتتكلم على منضرب غانا كان بقولك مصر المرشح الاول. هما اشبولوا من فراغ. تاريخ بتاعك بيثبت كده. تاني حاجة كمان هما بعملوا عليك ضغط. عشان يخلى اي من مصر متوترين. ومطش الاولانين مع عندهم ضغوط. دي نقطة مهمة جد. اه طبعا. اي نعم بيشيط بيك. زكاء. هو زكاء. بس له بيرمياء عليك انت بيرمي بيخلصهم اللي عبت. وازا ما شفت ونحي بردك راح مدي واحدة بيتكلم واحدة كده زغيرة عشان بيشتتك بردك. احنا مفعش نرد. ايه. بتيفعش ترد خالص. ايه. انت كنت مفروض عندك منزكاء تتكلم. لا احنا منتخب مصر احنا تاريخنا بتكلم. بس احنا بنتكلم احنا ان شاء الله بنركز في البطولة الفترة اللي جاي. قولي دراك لكن النهاردة مداري بالمغرب بيقول لك انه انتو قولوا لي هتقولي منتخب بيلعب كرة ممتعة بكسب كاس الامر افريقية. احنا كسبناه مرة واحدة ومفيش منتخب تاني كسبه غير زينا كده. منتخب مصر بقى كسبه سبع مرات واحنا هنتبعهم. قال كده نص نص. لو هنعمل زيهم. طبيعي. لو العب بوقع. وده ربع العالم يعني. ما طبعا. عايز اقول لك على حاجة. يعني نجينا نتكلم مثلا احنا مبرحة واخديني الموضوع بسهولة. واخديني افريقيا بسهولة. لا المنتخبات الافريقية فيها تطوير بشكل كبير جد. ايوان. تتكلم على لا الاستعانوا بالمداربين الاجانب في البلادهم. الموضوع بقى قوي جدا. فتحوا الاحتراب بشكل كبير. احنا بنتكلم. كل المنتخبات حتى اللي تبدو الصغيرة. انت الراس لقدر. انت بتتكلم مثلا من موزنبيك مبرحة اللي بتلعبك ديت. شاركت خمس مراتك في كاس الامم كلها. يعني ما يجيش مثلا حاجة بسيطة جدا. فانا مكدينك انت منتخب مصر التاريخ ده كله. بس انت عندك كمية المحترفين قليلة. وخلي بالك يا كريم عندنا مشكلة الفترة جاءة ربنا يعني ربنا ان شاء الله يحلها شوية. اللي انت لازم تفتح الاحتراب بشكل كبير عشان عندك عنصر السنف مع المنتخب او عندك مشكلة. انت عندك الناس كلها بدار يتخش في تلاتنات واحد تلاتين اتلاتين 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 اتلاتين. لازم. لازم اطور. لازم اطلع. اه. لازم بقى عندي بقى نعمل كوادر تانية بتتكلم. عشان يبقى تسليم الاجيال الستة والتمانية والعشرة جات ازاي. الناس بتسلم حد المنتخب الشباب معلوم بيه مع اول مع ناس اللي موجودة الخبارات هو ده كده. كان ليه حوار قبل قبل البطولة. بيسألوه يعني على المحترفين في مصر واللعيبة. قالك اللاعب في مصر هنا بيعيش ملك. فهو لما بيلعب في اهلي ولا زمالك. هو مش عايز يتلع اصلا في اوروبا عشان هو عايش هنا ملك وبياخد فلوس كتير جدا. طبعا ما نتكلم هنا البودجت بيقى عالي جدا. الهندية كلها بقت اسعار عالية جدا. مبالغ فيها بالنسبة. بالدليل على كده انت عندك تونس المغرب الجزائر بقى يجيوا يحترفوا عندك. انت قبل كده ما كنتش انت بيجولة خالص كان بيروح لأوروبا. او الخليج. او الخليج ما يجيلكش خالص. فانت عندك عندك المصاريف عالية جدا. هبنتكلم بس لقتي في تطوير لازم الفترة اللي جاية المنتخب لازم يكون عنده شخصية وعنده قوة. سيبنا المطش اللي فات خلاص راح المطش مش هنتكلم فيه. بس انت عندك مطش جاية حد لازم تكسب. لازم تكسب الغيانة ولازم تكسب رأس الأغضر. على الأقل عشان تخش في. تخش وانت مستريح. ما ينفعش بقى تخش سيبها حزبة برما. منتكلم فيها. اه مش. كفاية. كفاية حزبة برما. عشان احنا تعيبنا صراحة. منتكلم الفترة اللي فاتت منتخب مصر بشخصيته بقوطه. ولازم تبقى انت في حتة تانية غير لكن الكلام ده خالص. صح. حتى ما نجي نتكلم الفنيات او اللعيبة البوزيشن كل اللعيب موجود فيه غير الفرق التانية غير المنتخبات التانية. صح. النهاردة ولاحة حزين لما تشوف النهاردة مثلا السنغال. لا. السنغال نزلة شخصية قوية. ثلاثة وخلاص مفيش. انت عارف. انا هنزل لك ثلاثة واقصة بأربعة. لا مين كاميرا لسجل هدفين التاني والثالث للمنتخب السنغال. نهاردة انت عندك الجزاء بتتكلم نهاردة بتلعب بتلعب انجولا. لا. حاجة تانية. انت بتتكلم برضا كالتصنيف المطس الاولاني. فرق بتلعب مزمبكة. يعني مش نفس الحادث. انت بتلعب. انا نهاردة مبسوط جدا ما تلاقي موبلولو بتاع التحاد سكندري. رجل بيجيب دربة الجزاء موت نفسه بيجيبه. دي نوعية محترفين. فلازم انت على الاقل ما تطور الدور بتاعك او تخلي الدور بتاعك محترم. لازم تجيب نوعية محترفين قوية. اه دي زاوية تانية. انه حتى الاجانب اللي هيجولك هنا في مصر يبقى قوية عشان تطور. عشان تعالي تعالي المستوع بتاعك. وتعالي اللعيب بتاعك كوادي. اللي بيعمل اللي احنا الخطة اللي بنعملها دي. اللي طاوت الاجل دي. كان عملها الالتحاد الانجليزي من زمان. اللي هو ما لازم تلعب اي العيب بيلعب منتخب بتاعته. تلعب سبعين في او تمانين في المية من المتشتعة عشان يبقى يضمن اللي هو قوي. ما يضمنش اللي هو جاي ياخد سبوبة او ياخد مصاريف او ياخد اي حاجة ويمشي. يعني عندنا. فتقلم المستوى المسابقة كلها. طبعا تقلم المستويات. انت عندك مسلا خلل مسلا في حراس المرمى. شوف حرس ايه منح حراس المرمى. عندك اللعيبة البدجت معين فيها اولا فيها تانية. فالحاجات دي كلها انت بقى انت عندك تطوير فيها. يا كمبيرة جدا انا هنتكلم فيها بعد كده اكتير اولي. كابتال احمد نورت وشرفت واستمتعت جدا بتاع ده. رأى ربنا خليك انا سعيد طبعا معك كريم وعطوه متقلق. يا ربي خلاك احمد. ده كان ختاب حلقتنا النهاردة من رقم عشرة. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. اشوفكم يا رب. على الف خير.